حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة البودكاست الذي يأتيكم من ثمانية تحدثنا في هذه الحلقة عن ملف تصطفة السعودية لمونديال 20-34 هل هذا الملف حسن ولا لسه باقي؟ تحدثنا برضو عن الصراع الإعلامي الذي شهده هذا الملف أيضاً تحدثنا عن مباراة الشباب والاتحاد المباراة شهدت حضور جماهيري متدني وشهدت استمرار للنتائج السلبية لنونسانتو وتحسن مستويات نادي الشباب مع كاراسكو أيضاً تحدثنا عن تجربة جيرت التجربة الإنجليزية التي يقودها جيرت مع الاتفاق تحدثنا عن مباراة الفتح والهلال تحدثنا أيضاً عن سالم الدوسري والفوز بالأفضلية الآسيوية والتطور الكبير اللي شهدته مسيرة سالم الدوسري من ناحية انضباق وتألق وتأثير والتزام عائلي أيضاً تحدثنا عن النصر مع كاسترو عن الفوز الكبير اللي كان ضد الخليج عن رونالدو وتأثيره الكبير على النصر أما الآن حب أشكر رعاةنا شركة صفا وتطبيق محلي أترككم مع الحلقة صبحك الله أبو الخير يا أبو عالي صباح النور يا أبو عالي أهرب سهلة أهرب سهلتك اليوم شرفنا ضيف جديد لعل شوي يستمتع بجوار الصباح أكثر من العادة يعني يقضيها دائماً بمواقع الإنجليزية ودائم الكلام عن الصخب اللي حدث بعد أو حدث بعد فوز السعودية بإصطلافات كأس العالم عشرين أربع عدثين حيك الله يا نوف حياك الله بندر حياك العبيد لله صبح الخير لسهذا المشاهدين ومستمعين إن شاء الله نقدم حلقة أممتحة تنول على ذاقاتهم شف أنا متعود أن يكون مع نوف في ستوديو تسجيل بودكاست بس في حاجتين متغيرة يعني فش أولاً والمر دي هو جاي لملعبنا حسابك تسجل معاه في بعد التسعين والشي الثاني أني فعلياً يعني نواف اليوم هو نصف نواف اللي كان ذيك الأيام يعني ما شاء الله تبارك الله فقد وزن كثير خلال الفترة الماضية فأول ما شفت حسيت أنه مرة متغير عليه تغير أنت شو تسوي أنت أعطني الوصف نكون خطة بعدين طيب نواف بحكم أنك شوي قريب من الوضع اللي جايس تصير على مستوى الأحداث الرياضية أو الصخب اللي يزاحم أي حدث ضخم وكبير جايس تصير جكر السعودية يعني نتكلم عن عن البداية اللي كانت من من أمريكات والضخم والكبير اللي الشهد خلنا نقول صراخ فيه الكثير من الألم وبعدها الهدوء اللي جا والفوز بإصطافة كأس العالم وتحسن الوضع شوي هادي ما تحسن فيه عملية صخب أو ضغط ما حسيت أنه في إصطافة كأس العام جايس تصير من الحين العادة أن نشوف كده الصحافة والإعلام كلنا يتكلم الملف أفضل من الملف هذا بس شوف من فوز البسبانيا والبتغال والمغرب كأس العام 2030 فوز السعودية برده ب34 ما فيه ما حسيت للشهور ما جاي هو في البداية لازم نفهم أنه كنظام كرة القدم القيادة الجديدة في كرة القدم تغيرت يعني إنفنتينيو لانه هو القائد وهو اللي قاعد يمشي كرة القدم كما يريد وإنفنتينيو يعني يحاول يبحث دائما عن المصلحة اللي تفيد الفيفا على المدى الطويل أولا وثاني شيء يعني يحاول يخرج من الصراعات اللي حدثت سابقا بالفيفا أحد أكبر الأسباب اللي تسببت في انشقاق داخل الفيفا وتسببت في انشقاق في الدول الغربية هو الموضوع التنافس على كأس العالم كأس العالم لم يتفق الدول الكبرى والصغرى واتحادات الأفريقية والأسيوية والجمعيات على شيء واحد دائما يختلفون في هذا الشيء فأنا وجد نظر أن انفنتينيو قاعد يحاول دائما أن يرضي الجميع يحاول دائما أن يبحث عن المصلحة العامة ويحاول دائما أن ينوع مصادر الدخل في الفيفا ويحاول يمنح كأس العالم لدول أخرى دول خارج خلينا نقول مربع القديم دول في مناطق جغرافية أخرى حيث يتكلم الآن عن ثالث كأس عالم في قارة آسيا من ثلاثين دولة استضافة كأس العالم أو ثلاثين نسخة هذا عدد يعتبر قليل جدا كم شكل نسبة لا شيء فحنا نتكلم عن احتكار دام لسنوات طويلة في أوروبا تحديدا في الوقت الحالي كرة القدم أصبحت فيها متغيرات جديدة أصبح هناك جهات تحاول كسر هذا الاحتكار وهذا هو الصحي في كرة القدم واللي الأوروبيين منزعجين منه بشكل كبير ما تلاحظاً ما أدري ما عليك تفكي طبيعي أو لا أن انفنتينو كده يميل إلى آسيا وأفريقيا أكثر من أوروبا يعني سابقاً أو قبل فترة بلاتر اللي استمرت تقريباً 25 سنة 26 سنة شكلت تحالفات الأقوى مع الأضلاع القوية في كرة القدم يشكلها مع بلاتيني وخلاه زي ما تقول مساعد له ثم بعدها حدثت المشكلة بينه وبينه وراح ذاك للويفا وبدأت تصير العداوة اللي بين بلاتيني وبين بلاتر ثم لما جاء أمفنتينو قال أنه الآن الفترة دي أنا بختار حلفي اللي بيكون سندي اللي هم الشرق الأوسط آسيا وأفريقيا ودليل أنه حتى في منديل قطر قال هذي أفضل كساعة ما رح تقام وكان يحضر كل المباريات الأربع اللي تقام في يوم واحد علشان يبين كأس العالم هذه يقدر أي مشجع يحضر كل المباريات الأربع تحس في شوي قريب مننا أكثر منه في أول مؤتمر صحة في البنتينيو في كأس العالم في 26 في أمريكا ذكر نفس الموضوع ذكر أنه كأس العالم في أمريكا رح يكون أفضل كأس العالم في التاريخ وذكر أيضا في كونجرس الفيفا الأخير قبل كأس العالم النسائي في أستراليا أنه كأس العالم النسائي في أستراليا رح يكون أفضل كأس العالم في التاريخ هذه شعارات إعلامية لأكثر ولأقل لكن لتغير بندر بشكل حقيقي جو الفيفا أصبحت الدول هي من تصوت بالتالي أي رئيس فيفا رح يأتي فنتينيو أو ما اللي رح يخلفه مستقبلا رح يركز على عدد الدول اللي يحاول يكسب رضاها أكثر من موضوع أنه يكسب الرؤساء التنفيذيين أو ما يسمى بلجنة الفيفا اللي دائما كانت أول تصوت على كأس العالم هذا التغير في الفيفا يعني قادوا لأمريكان لأسباب وانقلب عليهم في الوقت الحالي أصبحت القوة في آفيا وأفريقيا صحيح حدثت في آفريقيا وآسيا توقع توصل هنا 43 إلى 44 وهناك تقليل 28 يتكلم عن جل الأصوات وأوروبا ليست فيه وفاق دائما وأوروبا فيها شقاقات تاريخية يعني من بداية الفيفا لليوم فيها شقاقات وفيها الدول مع بعض ودول ضد بعض فمستحيل تجمع الأوروبيين في طاولة واحدة على شيء واحد إلا إذا كانت المصلحة تجمعهم فلو لاحظت أنه قبل سنة كنا نتكلم عن كأس العالم 20-30 لكن اللي سواء الأوروبيين بدخولهم على المغرب جعلنا نتحول إلى 23-34 لأنه أصبح من المستحيل أن تصوت الدول الأفريقية لملف آخر على حساب ملفها الأفريقي فكانت الخطة الاستراتيجية واضحة أنه إذا أفريقيا مو معاك أنت ما رح تفوز بكأس العالم ولا اليوم ذا إذا أنت ما رح تحصل على أفريقيا ما رح تفوز بكأس العالم كاستضافة طيب ما مصر يعني فيش معنى لش قوة هذه موجودة عند أفريقيا ما هي موجودة عند إيقارة لأن أفريقيا لن تتقدم لمنافسة وهذه هي النقطة القوية واحدة طبعا يعني من بعد جنوب أفريقيا ما أعتقد أنه أساساً الدول الفقية رح تفكر رح تفكر تدخل في صراع أنه تعالوا خلونا نخلي دولة تتقدم تأخذ البطولة صعب مرة يعني خلال أنا أقول لك 20 سنة قادمة في كرة القدم صعب الدول الأفريقية تجي تقول لك أنا بس أضيف كأس عالم بس أضيف كأس عالم الأندية بس أضيف كأس قارات كأس عالم نسائية صعب مرة صعب صعب حتى أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية هي بتحلف كبير مع الفيفا مع الاتحاد الأوروبي بس أكس الوحدة يعني لا صعب عليهم هل تتنوث برازيل يعني؟ لازم نفهم شيء عشان الناس يعرفون حالياً في كرة القدم في صراع في صراع كبير بين الفيفا والأوربيين واضح الصراع هذا أعتقدنا أنه عشان النوضوع المالي اللي جاءت تحقق الأرباح الكبيرة الويفا بناء على الشامبزليق وبناء على بطاة اليورو على النقيد تماماً الفيفا اللي هي أكبر مفهد تحق أرباح أكثر بس ما عندها لكاس العالم لذلك نظمة كاس العالم بشكلها الجديد وتحاول تأخذ الأرباح صحيح وشيء الثاني محاولة الفيفا كسر الجمود في كرة القدم الفيفا في الوقت الحالي قادة تحاول تكسر كرة القدم الأوروبية دوري الأبطال البطولات الدوري في أوروبا تحاول تدخل تعود بمتخبات كرولين قبل فترة لما طلع رارسين فينجر تكلم عن كاس العالم كل سنتين ربيين حربوه كاس العالم للأندياك سنوياً ربيين حربوه أوروبيين ما يبغى أن كرة القدم نقطة القوة تتحول من الاتحاد الأوروبي إلى الفيفا ومن اتفق معهم بريك الجنوبية وحدثت تفاقيات كبيرة من الكاس السوبر اللي يقام بين وفازة في الأرجنتين في ويمبلي منها أيضاً دخولهم في دولة الأمم الأوروبية السنة القادمة في النسخة القادمة اللي رح تقام في أوروبا رح يلعبون بريات معهم وخارج أوروبا منها أيضاً تصويتهم للملف أمريكا الجنوبية لما كان وحيداً ثم انسحبوا ثم دخلت أوروبا فأعلنت أمريكا الجنوبية أنها رح تأخذ الجولات في التحية ففي بينهم توافق هذا التوافق قاعد يخليهم يعيشون مرحلة صراع آخرها آخرها لو أحطوا الخبر اللي طلع السبوع الماضي سيطرتهم على الكرة الذهبية وهي جائزة لها قيمة التاريخية اللي نعرفها كلنا ليش تحل الأوروب بسيطرة هذه الجائزة بدأني يعطي رمزية لهذه الجائزة الجديدة الفيفا اللي تخلى عن هذه الجائزة وصنع جائزة جديدة اسمي ذابست يحاول الروج لها الفيفا منع أي شخص مسؤول في الفيفا يذهب للجائزة الكرة الذهبية بدعوه رسمية وغير دعوه رسمية يمنع الأساطير في الفيفا الذهب باستثناء بيكهام طبعا حصل عليه استثناء بسبب نادي طبعا يملكه تتويج لاعب ومسي فلاحظه مستحيل فوتها بيكهام فهناك حرب في كرة القدم تدور حول السلطة من يسيطر على المشهد في كرة القدم في السنوات القدم أعتقد أنه بالنسبة لنا نحن اليوم كسعوديين عندنا مشروع جديد سواء على المستوى الدوري أو على المستوى حتى الاستضافات اللي راح تكون من كأس العالم 34 تكلم عن حتى إحداث قادمة ليش لا كأس العالم اللي أندي بنظامها الواسع وأكثر من بطولة أخر أعتقد أنه بيخدمنا أن يكون عندنا علاقة جيدة مع الفيفا يمكن نحن كسعوديين يهمنا بشكل كبير جدا موضوع كأس العالم 34 الناس على نهاية أكتوبر راحة 30 أكتوبر قال لك انتهى الفترة اللي تستطيع من خلاله أنه تتقدم ملف كان فيه كلام عن استراليا عن اندونيسيا عن ماليزيا عن أكثر من دولة في آسيا وقيا نوسيا مر شهر أكتوبر ما فيه أي حتى ترشح إلا السعودية هل نقدر أنه إحنا اليوم نعتبر أنه خلاص كأس العالم صار في الجيب نبدأ من الآن نجهز ملاعبنا نبدأ من الآن نشتغل على البنية التحتية لأنه يقول لك استثمارك الشخص لا لا خلين نقول لك بس الفكرة أنه هل تبدأ تتحرك من الآن ولا الموضوع في كلام أنه على نهاية 24 فمن 31 أكتوبر إلى نهاية 24 اللي هو موعد اتخاذ القرار وش اللي بيصير خلال الفترة هذه وش هو خلين نقول الجدول الزمني اللي رح نمر عليه هل ممكن تدخل دولة ثانية والإخلاص فات الأوان أولا لازم نفهم أنه هذه حالة استثنائية اللي رقعت يصير في الوقت الحالي لأنه الكونجرس القادم في شهر مايو في 2024 رح يكون أول كونجرس في تاريخ الفيفا يتم التصويت خلاله على كأسين عالم وكأس عالم عالم واللي صار في قطر وهذا شيء لا في فرق في فرق كبير لأنه حق قطر تأجل كان مقرر في كونجرس سابق ولكن بسبب يعني يقال يعني أنه أمريكا هي من تدخل بهذا شيء عشان تكسب البطولة لكن فشلت في هذا الشيء ولكن كتصويت في الكونجرس ما يتم بالنظام إلا كأس عالم واحد حدث التعديل الكونجرس من فانتينيو وتم التعديل ورح يكون هذا أول كونجرس يتم تصويت فيها الكأسين عالم في مايو يعني بعد تقريبا سبع شهور بالضبط الآن لا يمكن أي دول تدخل في السباق خلاص السباق أقفل أصبح تمام الملكة العربية السعودية هي الوحيدة الموجودة في هذا السباق ليش الأوروبيين زالانين هل إحنا ضماننا طيب بنسبة 95% صح لأن الباقي هي إجراءات روتينية هي إجراءات روتينية موشي 21 أكتوبر انتهت تقدم 1 نوبمبر وصل للتحاد السعودي وثائق رسمية وثمان متطلبات رسمية من الفيفا ضمانات حكومية يجب أن ترفع في نهاية الشهر الحالي بتوقيعاتها وضماناتها وخطاب وزير العدل وامور كثيرة مطلوبة كإجراءات يعني روتينية يعني إجراءات أنا أضمن عندك كاس العالم لازم أضمن ضماناتي قانونية وموضوع الضريبة وموضوع الدخل وموضوع كيف تحصل الأموال والتذاكر كيف تجيني كل هذه الأمور هي إجراءات إجراءات تحتاج وقت عشان يتم تجهيزها والملاعب والعرض الفني هذا الأمر مو حاليا يجب نهاية الشهر الحالي أنك تقدم كل شي يتفقنا عليه عطاءات وضمانات ايه بعدين رح تبدأ تقدم ملفك بالكامل للفيفا اللجنة الفنية رح تكون بالفيفا تدرس الملف باشتراطات طبعا كراسة قبلها مستراط شروط واضحة طلبات واضحة أنت تنفذ هذه الطلبات في ملفك واللجنة الفنية رح تمشي ويدخلون فيها مشاورات أم عادي يتنازلون وتتنازل تدخل مرحلة مفاوضات هي نظام المنافسات فلما ينتهي هذا الشي خلاص يعرض الكونغرس ويتم تصويت عليه بيعرض في مايو طيب اللي قال دائما في الربع الأخير من 24 هو تقريبا الربع الأخير في 24 الترسية الرسمية من بعد الجراءات الرتينية بعد الكونغرس مافي شيء أرسمي آخر نخذ من الكونغرس هو أعلى سلطة في كروتغال هي اللي رح تقرر ولا رح يأثر أساساً لأنه مافي منافسين متى تتوقع طيب الإعلان الكبير عن الملف من قبل السعودية يعني تكلم الشعار هوية الملاعب كل التفاصيل الثانية متى تتوقع أنه رح نسمع هو الوضع مختلف الحين لأنه مافي منافس ما يهمك الترويج الكبير للملف ومحاولة تكسب أصوات من العضاء أو إلى ذلك أو كسب معركة إعلامية أنت في مرحلة تدو في مرحلة أنت مستخدم فيها أكثر من السابقين فأنا أعتقد أنه متى ما اكتمل أنا أعتقد شهر يناير متصف يناير ممكن يتم الإعلان الكامل عن الملف رغمني أنا متأكد 100% أنه الملف أساساً معد سابقاً ومعروف الملاعب رح تستضيف ومعروف المشاريع الموجودة في السعودية فكلها أمور تكاملية قاعدة تبشي سواء جاء كاس العالم ولا ما جاء كاس العالم طيب أكد من كلامك قلت حسيت أن كاس العالم في السنوات الجاية بيكون بين آسيا أوروبا أمريكا الشمالية آسيا أوروبا أمريكا الشمالية بيكون دخول الأفارقة ودخول الأمريكا الجنوبية بيكون كطرف ثالث كده أفهم صحيح هذا اللي صار في كاس العالم 2030 2030 2020 واشترط أن تكون في ثلاث قارات في الكراسة اشترط أن يكون في ثلاث قارات في أكثر من دولتين أشعال المئوية أي أشعال المئوية وهذا الشي اللي كان سبب يعني الأخبار اللي خرجت أنه اليونان ومصر رح تدخل في شراكة مسعودية هذا السبب لأن تكون ثلاث قارات بثلاث دول يعني تكون شروط معاك ممتازة كالسعال عام 2026 رح يكون في أكثر من دولة سبب حجم وطبع فمو اشترط في كراسة المنافسة نفسها فنعم أنا أعتقد أن الأوروبيين والأسيويين ونوعا ما أمريكا الشمالية هي اللي رح تاخذ كثير كاس العالم بس دول كبيرة بس في شي مر مهم الموضوع لا نفتح على تنافس آخر في الفيفا كاس العالم الآن دي الموسع لا يربط في كاس العالم 20-30 كاس العالم 29 ما هو داخل في الموضوع ما هو البايلوت حتى كاس العالم لا 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 نهائيا حتى 20-34 هذه منافسة أخرى مختلفة رح تكيب يفتح لها باب ويدخل الناس بالتنافس يعني العادة مختلفة تماما حتى أستراليا أنا تفكر أن تدخل تصليف البطولة نفسها أوكي العادة الموضوع مختلف في القانون الجديد للفيفا اللي تدعو بالنظام اللي أنت قاعد تكلم عنه سواء كاس العالم أو بها هذه الطريقة ليش مصر نشوف الدول الكبيرة كرويا كلم زي إنجلترا على سبيل المثال ما تدخل في المنافسة ممكن أن ألمانيا نظمت 2006 مر سنوات من 98 فرنسا ما دخلت إيطاليا من عام 90 ما نظمت موضوع العلاقة بالبنية التحتية ولا الموضوع أنه اليوم متطلبات الشيفا صارت أكبر فبالتالي ماليا مكلفة فبالتالي مو أي دولة يعني لو كان وضع الاقتصادي يعاني من مشاكل ما راح تقدر تنو هي ماليا مكلفة سابقا وحاليا بس أعتقدنا كل ما تمر بطولة وزيادة عدد المتحبات تحديدا من النسخة الجاية اللي هي 26 صارت مرهقة صحيح لكن يعني مثلا الإنجليز كانوا نوين يدخلون في منافسة على 2030 بس كان عندهم خوف في موضوع خسارة الملف مثل ما صار معهم في 22 طبعا فيها تحقيقات بالبرلمان وتصدد شيئا كثيرة فيها بسبب حدر المال العام بطيك مثال أستراليا دخلت في منافسة 22 صرفت 26 مليون على صوت واحد فالغرب شوي عندهم نظام صعب التمويل الحكومي فلما لازم تدخل في شي شيء مضمون أو فيه مكانية نجاح حالية فماهم بالوقت الحالي مركزين على هذا الشيء بالإضافة إلى اليورو هم مركزون أكثر على اليورو بسطوات الوقت الحالي أوفر أوفر واليورو صارت يعني أكبر شوي اليورو صارت كانت أول كم وانتخبوا لأنا يتغير في نظرة الأوروبيين لكاس العالم يمكن آخر سؤال في المحور هذا هو سؤال مهم جدا هل السعودية بتقدر تنظم الوحدة كاس العالم توقع كلنا الجواب اللي نعرفها واللي نعيشها اليوم ونوقع الحيال اللي احنا قاعدين نشوفها والمشاريع كل الشيال الموجودة نقيه بس التحدي انك أنت بعد نسخة تنظمها ثلاث منتخب دول في 26 ثلاث دول مع ثلاث دول أخرى في أمريكا الجنوبية في ثلاثين أنك أنت تكون أول دولة تنظم كاس العالم بهذا العدد من المتخبات لوحدك وهذه نقطة يمكن صار عليها كلام في الفترة الماضية أنه تقدر السعودية أو لا تقدر إيش رايق في الموضوع هذا هو تحدي صعب يعني الإنكار هذا الشي يعني يعتبر الجحل هو تحدي صعب ولكن إذا أنت استحديت صح وإذا طبقت اشتراطات الانشتراطات الفيفا واضحة مثلا الفيفا طالب 72 ملعب تدريب طيب اللي شاركون في البطولة 48 المنتخب ليش 72 فيه شي اسمه احتياطي فيه شي للحكام فيه شي للتصوير والميديا والميديا ففيه طلبات للفيفا إذا أنت طبقتها وضعك أوكي عدد الفناتق عدد الغرف في كل مدينة يعني يعني مثلا في منطقة المشجعين الفيفا تقدر أنه المدينة اللي راح تتضيفه في النهائي ترى راح يكون من 20 ألف إلى 200 ألف مشجع مثلا هاتف يجب أن تستعد لمنطقة المشجعين لهذا الأبرج اللي المدن الأخرى ترى من 28 إلى 40 ألف إذا بتحطي منطقة المشجعين طبعا هو لازم تحطي منطقة المشجعين فالفيفا يعطيك توقعات وتقديرات والأولية هذه التوقعات تتغير مع الوقت ما هي ثابتة فموضوع فيه تحدي ليقول ما هو صعب هذه الجهالة نعم موضوع صعب ولكن أنا أعتقد أننا قادرين وبقوة أن نتجاوزها وبنجاح وهو زي ما قال الرئيس الفيف رح يكون أفضل كأسعالة في التاريخ من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة للعملاء الجدد ثلاثين يوم توصيل مجاني لمحدود على أكثر من عشرين ألف متجر مطعام أطلب الحين أتذكر حسن الذوادي الأمين العام للجنة اللجنة خاصة لمشاريع والأرض في قطر طلع مع سقراط وتكلم قال أنه العرض الثاني اللي كان لنا 12 ملعب وأنه اللي قدمناها ثمان ملعب فعلاً كانت كافية وكانت خطط الشغلية جداً منافسة ولكنت في كأس العالم منتوقتها بتشوف أنه اليوم هذا يلعب الملعب قربين اليوم هذا يلعب في قرب ويوم الثاني يلعب في القرب الثاني علشان الملعب تكون بعيدة من بعض القرب هذا يكون ملعب في الشمال ملعب في الجنوب ملعب في الوسط عشان تكون حركة جماهير تنقلهم سلس بحيث ما تكون منطقة معينة في مكان معين مزدحمة مع دخول خروج مشجعين من ملعب ثاني على نفس هذا السياق قلنا نتكلم نحن عن دائما ما كان كأس العالم يا نواب هي الضربة القاسية لأي رئيس فيفا يعني هافيلانج مرت فيه كثير من العثارات واللي أدت إلى أنه يستقيل من منصبه بسبب كأس العالم أو أصطفت كأس العالم بلتر لما أعطى كأس العالم 18 لقوة عظمه مثل روسيا كان المفروض على كلام الغرب أنه يعطي 22-22 لقوة عظمه أخرى مثل أمريكا فلما أتجه المنديال من قارة إلى قارة شوية صنع تأثيره وتكلم قبل عن العضاء الفي فهم اللي صوتون يعني 13-1 أنت تحتاج تكلم بس 13-1 تقنع 13-1 تقنع قارات وأنك بتطور أشياء كثيرة على مستوى البنية تحتية عندكم بقدم كأس العالم مميزة بساعد جمهوركم في الحضور إلى آخر 13 شخص أنت الآن محتاج تقنع 211 اتحاد قارية الموضوع هو هذا النظام التغير هذا هو اللعبة الجديدة في الفيفا سيما قلناه في البداية سابقا الرؤساء كانوا ركزون على العضاء والدول المؤثرة في كرة القدم لأنها هي اللي يمكن تخلق قراءة عام لكن في حال الموضوع أصبح مختلف دولة من أصغر دولة العالم قادرة أن يكون تأثيرها مثل تأثير أكبر دولة في العالم في التصويت هذا الشيء يعطي الرؤساء ميلان أكبر للجانب الآسيوي والجانب الأفريقي والصراحة يعني خنكون معك صريح يعني خليه صريح نزمها حنا في الفترة الأخيرة نشاطنا في الرياضة كبير جدا سواء كرة القدم وغير كرة القدم يعني الجامعة الديناموركية للأبحاث الرياضية صدرت بحث الأسبوع الماضي عن رعايات كرة القدم من الملكة عربية السعودية في كل الرياضات 312 رعاية 21 رعاية بفض فأنت تتكلم عن رقم كبير في الرعاية رعاية تؤثر تؤثر وبقوة يعني في النهاية أنا كرئيس فيفا أو كنت كدولة يهمني مصالحي أنا أبحث عن مصالحي دائما فأنت تبحث أيضا عن مصالحك فهي مصالحة متبادلة أنت عطني صوت وأنا أعطيك اللي تبغى تعال ندخل في مشاريع ندخل في هذه الأمور وهذا هو الهدف أصلا من الاستثمارات اللي قاعدين نسويها الحقيقة بندر اللي يحاول الغرب عدم تصديقها أنه المملكة العربية السعودية الآن أصبحت قوة كبرى في الرياضة لا يمكن لا يمكن تتخيل أن السعودية تمر مرور الكرام في أي ملف رياضي كرة القدم وغير كرة القدم لازم يعني هذه الأمور إذا أنت تبغى شيء فيها أنت أصبحت الآن قوة مثل الساب مثل دول العظمى كبرى العظمى الأخرى في كرة القدم تحديدا فهذا الشيء ما جاء يعني بيوم وليلة وما جاء يعني يعني بدون عمل لا عامل نتكلم حيننا من 2017 بدأ هذا العمل بدأ الترتيبات بدأ الأمور الداخلية بترتيبها في الرياضة نتكلم عن انفتاح أكبر في موضوع استثمار في كرة القدم شراء نادي نيو كاسل القولف واللي صار فيها أيضا رعاية مجلس الكريكت فهن نتكلم عن عن دخول قوي في الرياضة وهذا الشيء قاعد يساعدنا في موضوع حصولنا على اللي نبغى لما يكون مناسب بالنسبة لنا هذا الشيء ما يبغى ترى الغرب الغرب ما يبغى يطرح وجهة النظر هذه للناس اللي هناك الغرب يبغى يطرح وجهة نظر أخرى يطرح وجهة نظر أنه هذه دولة ضد حقوق الإنسان ضد ضد واوا ومن آخر وحديث بكرة القدم وما عنده ضر جماهيري قوي ولا عنده شغب يحاولون نركزون على النقاط هذه وهم أصلا عندهم نفس السلبيات لو متكلم عن السلبيات موجود عندهم هذه السلبيات فهم يحاولون يعني يخلون يشكلون الرأي عام ضد المملكة العربية السعودية لكن أصبح الوعي أكبر وقت الحالي الوسائل أصبحت أقرب للجميع العالم أصبح كقرية وهذا الشيء قاعد يساعدنا كثير بالوعي يعني نشوف حين في تويتر يعني أشياء كثيرة يعني المغردين يوضحونها لصحفيين كبار في تايمز ونيورك وتليغراف وصحف كبرى يعني تم توضيح لهم المغردين في حي يعني القدس والحي الراض في العياض فترى هذه الأمور يعني هم مستحيل مستحيل يتقبلونها وإلى الآن هم غير متقبلين فكرة أن المملكة العربية السعودية تكون من قوة المؤثرة في كرة قدم أو رياضاته أخرى طيب الجولة اللعبة قمة الجولة تقريبا مبارتين كانت تقييمة يتكلم عن التفاق البتح والهلال والشباب والاتحاد وكانت تقريبا يعني مبارا ما كانت ممتعة للشخاص اللي يحبوش ممتعة أهداف كثيرة خلالي نقول برص الجولة العام حق المبارا كانت شوي يتحسن الفريقين متوترين ما يفريق يخسر في نفس الوقت مبارا كانت مملة على الصعيد الأهداف ممكن ما كانت مباراة مثيرة كذا مليانة أهداف وفعاليات لكنها على جانب التكتيك من المباريات الصراحة اللي كذا وانت التابع تستمتع فيها لأنه في أفكار واضحة كانت من المدربين خلصت واحد صفر ممكن استمرار لمعاناة الاتحاد مع التسجيل في الدوري صح نسجل ثلاثة هداف أمام الفيحة في بطولة كأس الملك بس الفيحة اللي كان دائما ما يوصف بالنفريق دفاعي قوي استقبل ثلاثة من الاتحان ثلاثة من النصر أربعة من العين ثلاثة من الطائ أعتقد في المباراة الأخيرة فبالتالي قاعد يستقبل كثير من الهداف في الفترة الماضية لكن تاخذها في الدور الاتحاد من فترة وهو يعاني على على مستوى التسجيل بصراحة ما دلو وش اللي يمزع لنونسانتو من أطراف كنت أعتقد أنه يلعب دون أطراف لأنه عندك روماريني وكورنادو تلعب باثنين لعيبة وسط مع محورين مع مهاجمين أربعة أربعة ثنين تفهمها في غياب كورنادو حاول أن يلاقي حل مختلف أنه يلعب بأربعة أربعة ثنين دايموند محور قدامه روماريني وسلطان فرحان قدامه روماريني وعلى يمين كانت على يسار فيصل الغامدي بتنظيم جديد ممكن أول مرة نشوفها من فريق الاتحاد في المباراة لكنه يعطي ذات التأثير أنه تطرافك في نهاية الأمر الجهتين ما رح يكون فيها لاعب جناح هل الموضوع هذا مشكلة؟ تفرج بس على هدف الشباب وتعرف أنه موضوع هذا مشكلة الكورة خذها رومان سايس له مدافع نادي الشباب وبإضافة صراحة رائعة ومهم جدا للشباب في الفترة الأخيرة طلع فيها من الثلثة الدفاعي إليه نعد فيها خط المنتصف ما فيه ولا واحد ضغط عليه يعني يوم خذ الكورة وميل فيها ناحية الطرف شوي طالع عجارة المسافة هذه كلها ولا واحد ضغط عليه وبعد ما عد خط المنتصف لعبها قطرية على الجهة الثانية عند فواز السقور لو أنا وياكب وعالي نتابع الشباب أخر ثلاث سنوات وقل لك وين أخطر جهة في الشباب بقول لك القطرية اللي تجي من بنيقة ولا من أي لاعب تجاه فواز السقور في الجناح الأيمن فهي نمط متكرر ومتعود يعني من نادي الشباب وصلت الفواز السقور بالله عليك وقف اللقطة وشوف المساحة الكبيرة اللي هو موجود فيها سكرية وسابة مسكين ما يدري هو يروح يضغط عليه ولا ينتبه الفهد المولد اللي لاعب الجناح اللي ضام للعم ولا ينتبه الكاررس جونير ولا فصار عنده زي التردد خذ قرار في لحظة الأخيرة أن يضغط على فواز عرضها فواز سجلها كاررس جونير هو هدف صح يعني أكشن واحد من أصل 90 دقيقة بس يبهد لك مشكلة واضحة عند الاتحاد من فترة أنه الفريق عدم وجود أطراف لديه يعني يمكن تكلمنا كثير عن الجانب الهجومي لكن الهدف هذا يوريك مشكلتها في الجانب الدفاعي أنه لاعب الظهير سيترك دائما بلا مساندة واللاعب سواء الظهير تكلم عن فواز في موقف هجومي أو لاعب الظهير أو المدافع لما يطلع بالكورة من الخلف ما في جناح يضغط عليه فبالتالي يعتقد أنه الاتحاد عانى في هالمباراة معهم الشباب والشباب قدم نموذج تقدر تقيس عليه الأندي اللي بتواجه الاتحاد في المرحلة الجاية أعطي الاتحاد كورة أعمل ميد بلوك ميديم بلوك كذا قفل عليهم عمق الملعب أجبرهم يروحون على أطراف إذا رحوا على أطراف يتورض يعني الشباب في المباراة كان يلعب محورين اللي هم حسين القحطاني وكويار قدامهم بنيقة بنيقة كان يوقف في نفس الخط مع كارس جونيور كأنهم الاثنين كلهم مهاجمين وعلى الأطراف فهد المولد وكاراسكو صغر المعب هم الأربعة ذولة تكلم عن حسين وكويار مع بنيقة مع كارس جونيور الأربعة ذولة اللي يسمونه ميديم بلوك بلوك كذا في وسط الملعب وعندك لعبة الأطراف فهد وكاراسكو في حال الكورة طلعت على الطرف يطلع يضغط عليه بس أنت إذا قفلت العمق على الاتحاد ترى قلنا ذا الكلام في مباراة الأهلي إذا قفلت العمق على الاتحاد واجبرت يروح على أطراف الاتحاد يتورط يتورط حرفيا لأنك أنت أصلا النظام هذا اللي يعتمد على فريق بدون أجنحة مين فريق تتذكر يلعب بدون أجنحة هل أنت اليوم أظهرتك في الاتحاد هجوميا وعلى مستوى القيمة والتأثير هم الأفضل في الدوري لو أنت اليوم تأخذ الدوري كلعبة أطراف بتقول من الأميزة على اليمين بتقول سعيد عبد الحميد بتقول سلطان الغنم البريك بتروح على يسار بتقول التلس بتقول كونان سابقا بتقول ياسر الشهران أنت أظهرتك ليس يعني ما قدر أعتبرهم لا مستوى مهم المستوى الأول في الدوري فأي فريق يلعب بدون أطراف لا بد أن أظهرتك تكون فتاكة في الجانب الأجوم أظهرتك ما تتوفر لها ديها هذا الشيء اللي خلص لأنه تجي تراجع من نسان من لاحظ وصل الاتحاد هو الشيء اللي خلاه يلعب بخمس مدافعين أنه يبغى الأظهر عنده يكون مفاتيح لعب ما تقدر تخليهم مفاتيح لعبهم وبالكواليتي هذا بس أني أقدر أخليهم مؤثرين إذا كانوا يلعبهم بخمس مدافعين أعطيهم حرين ونطلعون قدام أتذكر في الانتر تجربة الانتر زين لم كانت أظهرتنا لما راح من عندنا ما يكون وشيفوا في المين ويصار اثنين مهاتيح لعب عبقريين جانا جانا مين جانا نقاتهم جانا الصحرفيا جانا بياب يعني لعيبة كذا ما عارف أسمائهم حتى فالضعف اللي كان عندنا في الأظهرة كيف كان يعالجه المدربين كان يتعاقبون عن أنت كان يعالجه نلعب خمس مدافعين بحيث أني أنا أعطيك حرية أكثر تتحرك لأمام وتخلق حالة خلينا نقول حالة متميزة على أطراف في التلفز أمام كمان أن يكون الظهير بجودة عالي يعني فرازيل لما لعبت بالنظام هذا ثلاث مدافعين في كاس العالم 2002 كان عندك كاف وروبرسو كارس قبل الأحطر راح نعطي شيبان نعطي مثل قديم وشوي روما لما فاز بالدور مع كابيلو في بداية الألفية كان أظهر كاف وكان دلة يعني الأندي اللي تلعبها الأسلوب تستغني عن الجناح ويقولك أنا بلعب ظهير سأنا في نظام أربع وللنظام ثلاث مدافعين وبعطيك حرية تطلع إلى الأمام الظهير هذا لازم يكون كويس لازم يكون كواليتي عالي عشان كذا كنت لما راح تتنهام جاب مع بريزتش لأنه هو لاعب جناح تم تحويله للاعب ظهير كواليتي عالي لكن هل زكريا هو ساوي ومهندش ينقيضي بالمستوى الحالي اللي هو قاعد يقدمه مع الاتحاد اثنين انتظر منهم مع وضولي غياب وجود أجنحة في الاتحاد كل صراحة اللي شفناه في الجولات الماضية أنه لا والفريق عشان كذا قاعد يعاني تدريش أنك عندك رومارينيو الحمد لله وكورنادو ذا الثلاثة وينقال عنك أنك فريق تعاني هجوميا العلا ليست فيهم العلا فيه يعني توظيفك لبقية المجموعة بما يخدمهم يخليك تطلع منهم أفضل انتاجية تدريش مشكلة بالاتحاد أن الفريق اللي أكثر استقرار على مستوى المدرب الأكثر استقرار على مستوى اللاعبين الأكثر استقرار على مستوى الإدارة يعني أكثر فريق مستقر وفريق بطل هو الاتحاد ولما تشوف التغيير جاي تصير على مستوى الرسم من 4-4-2 إلى 3-5-2 إلى 5-3-2 الحوث جاي تسويها أنه نسوان بعد كل مبارا يعني ما ثبت أبدا على رسم وهذا شي شفنا كلها بدون أطراف صحيح أجنحت مزعلين أجنحت مزعلين في شي بس ما أدري أكثر شي يفتقدوا الاتحاد في السنة الحالية شعرة محاويح هذه الشعرة غير موجودة في الاتحاد ماذا تقصد؟ التعامل بين الإدارة والمدرب مفقودة المرونة فيها واضح أنه في جمود واضح أن المدرب مصر على رأي والإدارة مصر على رأي آخر الإدارة مع الجمهور واضح أن الإدارة ترى الجمهور بشكل وجمهور يرى إدارة بشكل آخر هذه الشعرة هي الشيء المؤثر في كرة القدم حالي أنا وجد نظري من بعد أزمة فيروس كورونا أصبح الجانب الإداري في كرة القدم أعلى بكثير من الجوانب الأخرى حين الآن في مرحلة الهيكل الإداري التنظيم الإداري وكيف في دارة النادي بشكل عام الاتحاد بلا إدارة ما في إدارة لا يمكن إدارة نادي تحل قضية واحدة من كل القضايا قضية حمد الله فقط ليش حلت الأزمة اللي صارت في البطول العربية ليش هذه الأزمة الوحيدة اللي حلت وباقي الأزمات لم يتم النظر فيها كل الأزمات في الاتحاد الاتحاد كله أزمات كله أزمات لكن لا يجب إلا في أزمة واحدة أزمة حمد الله في البطول العربية الشهيرة ليش هذه الأزمة الوحيدة بطبس ليش هذه الأزمة الوحيدة اللي حلت الاتحاد في مرونة مفقودة في كل الأطراف مرونة معدومة في الاتحاد معدومة واضحة نسعنت هالهوق لهالدرجة زي كده نوعا ما نعم لكن واضح أنه نونو ما أخذ موقف موقف قوي ويصر على شيء والإدارة تصر على شيء آخر حسنك شاير بس ما تفتقوله موضوع موضوع أنه يلعب بدون أجنحة هذه أنا ما تخيلت في حياتي نشوفها من نونو أساسا يعني ممكن كلنا من السعودين الندرين اللي تتابع نونو سانتوا في تشاملش في البدايات تقول بعدين في ويلف ورهامتون كل الفرق اللي صناحها في ورهامتون في كل سنة من سنواتها لازم يكون عنده جنحين ثلاثة أجنحة هذه السنة الوحيدة تطالع من تحت هذه صح تتكلم عن بودنس في مرحلته الأخيرة تتكلم عن هيلدر كوستا دائما كان ورهامتون غني بالأطراف حتى الأظهرة كانت عنده أفضل بكثير تتكلم عن دهورتي هو أساسا هذه اعتماد المدرب في الملعب ليش السنة هذه اللي أمور تغيرت هذا السؤال اللهم ليش الجانب هو ترى من العام يجيب جناح ولا يلاعب العام جاء بهيلدر كوستا وكان دائما هو يلعب سبعة وهو الثامن بسبب النظام عرفت اللي تشتري شي بس بعدين كنت تحس إنك لا ما تبي وتخليه على الجانب هو إعارة وبسبب النظام يعني أنت لازم يستبع لعب في نهاية لما فريقي يمشي صاحفة ما أنت من دخل اللعب لو مقص نعفي ليش معنى هو يعني كان اللي دائما يستبعد يعني كان دائما هو الجناح اللي يستبعد يعني حتى دوار العبود الذك الموسم الماضي كان لاعب طرف بس يستطيع يدخل العمق ويكون هو اللي يركض في المساحة كبيرة يتركها المنافسين فأتهس الحالة بالنسبة لي بشكل عام غريبة جدا من أغرب الحالات اللي مرت في الكرة السعودية وفي عدم وضوح في الجوانب الاتصالية بقول شي عن الحديث ممكن أكثر عن الاتحاد عن الشباب ترى ما كان أبدا أمر سهل أنك تلعب قدام الفتح 120 دقيقة وبعدها تقريبا 72 ساعة تلعب ضد الاتحاد أوكي المباراة هي الشباب هو المضيف والاتحاد هو الفريق اللي الأوي اللي جايك من بره بس فعليا انت الصورة كانت معكوسة الاتحاد لعب أمام الفيحة وبقي في الرياض ما سافر ريالة جدة باستعد المباراة الشباب عشان بعدها كمان بيروح يسافر العراق لعب مباراة القوة الجوية الشباب هو هو اللي تنقل هو اللي راح لحسى وراجعه هو اللي لعب 120 دقيقة فبالتالي صعب نها تيجي المباراة في ظل هالظروف لنادي الشباب اللي شفته في المباراتين أمام الفتح وأمام الاتحاد انه فيه تغيير مهم جدا قاعد يصير في الشباب قاعد يسويه إيغور بيسكان تقول لأبو عالي في حلقة ماضية أني يوم شفت الوجه حسيت أنه مألوف بالنسبة لي بعدين ذكرت أن أخوينا اللي كان يلعب في ليفاربول فهو سوى تغيير مهم جدا صراحة في الشباب في الفترة الأخيرة لأنه مباراة الفتح كان أمر غير مألوف أنك تأخذ بنيك وتجلس على دكة البودلة في مباراة بهذه القيمة لأن الشباب قياسا بضعة في الدوري بطولة كأس الملك لأن الفريق هذا لابد أنه بدنياً يكون قوي لابد أن يكون ملتزب لابد أنه يلعب لشفت مباراة الاتحاد كيف الفريق يلعب ككتلة واحدة كيف المسافة ما بين آخر مدافع وأعلى مهاجم كما تتجاوز 25 30 متر إلى 30 متر الفريق مرة كومباك تلعب كده دائماً قريباً بعد فبالتالي لما تشوف هذا التنظيم هذا مدرب واضح أنه يشتغل بشكل كبير جداً على الجوانب البدنية ما رح يلعب معاه إلا اللاعب اللي بدنياً جاهز اللي عنده استعداد ما يضحي لما لاعب بقيمة كاراسكو في مباراة من هالنوع تقول لنا ما رح ألاعبك قدام مع كارس جونيور وتكون أنت آخر نقطة بالنسبة لي لا بلعبك طرف ترى شغلتك تلاحق مهند شنقيطي لما يهاجم ترجع مع لعب الظهير وتأخذ الخط من نهايته إلى أعلى نقطة فيه كلاعب جنح تقنع اللاعب هالأدوار وتقنع بنيك أنك أنت في مباراة زي الفتحة ممكن ما أحتاجك ومباراة ثانية بلعبك في مركز جديد عليك ما رح تكون متأخر تلعب قريب من المدافع إلا أن أحتاجك في منطقة متقدمة ويتقبلون اللاعبين هالشيء هذا يدلك أنه في بصمة واضحة للمدرب على الفريق المهمة صعبة الفوارق ما بين الشباب وبقية الأنعية الأربع اللي أعلم منه كإمكانيات واضحة فريقك لابد أن يكون على الأقل قوي في جانب الجانب هذا حاليا في نادي الشباب واضح اللي قاعد يشتغل المدرب هو الجانب البدني قدم مباراتين رائعة عد اختبارين صعبة جدا لفتح في الحسب باكتمال عناصره لأنه من بعد ذيك المباراة يصيب مراد باتنا وأنك تواجه الاتحاد الاتحاد اللي ما يحتمل فقد يعني مزيد من النقاط أعتقد أنه مباراتين صعبة لكنه قدر أنه يتجاوزها وحط لبصمة في الفريق المدرب اللي يقدر أنه يقاعد بنيقة دكة في مباراة زي مبارات الفتح واللي يقنع الفريق أنه يلعب هالشكل قدام الاتحاد ما أعطيك مباراة مفتوحة ما أعطيك مباراة ممتعة بصعب المباراة عليك وبخرجك بس بأخذ اللي يبغى نتيجة المباراة هذا المدرب واضح أنه عند أفكار جاي يطبقها وواضح أن اللعبة في استجابة جيدة منهم تجاهها تشعر من بنيقة ما يحموهم في حالة بدنية جيدة ما أحسني أركض زي قبل يعني أنا حضرت المباراة الأخيرة تحسني اللعب حتى الشغة في اللعبة تحسني قل عنده ولكن فيه شخص ثاني كذا جاء من الخلف على قلاتهم كراسكو اللي قاعد يسويه كراسكو للشباب لاعب يسجل فاولات يسجل رقنيات يسجل بالراس يسجل بالرجل قدم قوي كل شيء يعني لاعب أقدر أقول لك مكتمل الأركان يعني قوي بدنيا يأخذ كرة طلية سريع مهاري في نفس الوقت ترى سيميوني رجعت كده تذكر وين كان يلعبه غير أني لعبه جناحه وضهير أيسر ترى لعبه محور لعب صلاح لعب مهاجم ثاني ما أخذ لم يكن لعب في سيميوني حاسة حوس بأمانه لما جاء كده اللحظة اللي لسه كراسكو ما لحب فيها أول مباراة مع الشباب بأقولك صنف لي كراسكو من بين فئة لعبي الدوري أغلب لما رح يحط فئة أي أكيد بيقول لك والله فئة أي ولا بي تالسكام شفت سيميوني يعني جاء كده وتحسس أنه في شكوك ناحيته بدأ الموسم مع الشباب انفجر يعني فريق الآن في كاس الملك معدي مباراتي مسجل فيها أربعة داف هو اللي مسجله لأربعة كلها والرجال يسجل فيها أولاد يسجل ركنيات وكل الأشكال اللي أنت تحب أنك أنت تشوف فيها صراحة إضافة وصل للشباب إضافة مرعبة للشباب وصل للشباب في حالة غير مثال ترى أنت لما تكون لاعب توصل في حالة غير مثالية مثل يصير الشاب لحظة ديت الموسم يعني توتر يصير على مستوى الإدارة توتر يصير على مستوى الجماهيري توتر يصير على مستوى النتاج وانت تكون الشخص الجديد اللي فعلاً تصنع التغيير هذا أبداً موشي لو الله رازقهم بس مهاجم زين معاك كان كان لهم طيبة تلفت الشباب لكن أعتقد إبو عالي أنت قلت أنك حضرت المباراة ونواف حضر المباراة كانت يوم جمعة صح لا أنا ما حضرت هو يقولي ليش ما حضرت أوكي فكانت المباراة يوم جمعة أعتقد كانت أبقيتها تسعة مساء يعني يمكن الوقت اللي أغلب الناس قاعدين ببيوتهم استراحاتهم حاطين التلفزيون وقاعدين يتابعون بس ملعب بهذا الحجم يمكننا هذا الكلام أن أبو عالي بحلقة سابقة أنه لمسير الملعب كبير لو يحضر عشر ألاف خمسة عشر ألاف بس المقاعد الفارغة أكبر هذه دعاية سلبية لك والدوريك والمنتج بشكل عام أنت كنت موجود في الملعب أنت أكيد مثبتينها عليك كنت موجود في الملعب كيف تصف تجربة حضور الجمهور الصراحة بالمنطق نحن نعيش أزمة لما تعترف في أخطائك تبدأ تصحح من هذه النقطة لما تقول لا هذه ما هي أخطاء ما هي شيئة سلبية عندنا في الدوري أنت متى متقدمة رايح الليبل الأعلى عندنا أزمة كبرى في الكرة السعودية هي أزمة حضور الجمهوري ملعب صغير ملعب كبير ملعب متوسط مباراة مهمة مباراة غير مهمة أزمة الجمهور موجودة نعم في مباراة شاهدنا فيها ثمانين خمسة ثمانين ستين سبعين شفنا بس بشكل عام الدوري يعيش أزمة حضور جمهوري ليه البيئة بندر البيئة ما هي مناسبة للجمهور البيئة الملاعب نفسها ما هي مهيئة بشكل مثالي أني أحضر أنا لما أحضر رح أتعب كثير صح أنها تطورت عن السابق الوقت اللي حنا كنا موجودين فيه من ناحية الأكل والشرب وموضوع شراعة التذاكرة أول كنا نروح كلمة مباراة بيوم اشتريت تذكرة لأنه أنت في البيت والأمور تغيرت كثير بوقت الحالي يحسب لهم هذا الشي لكن هل وصلت لمرحلة مثالية لا وما رح تصل لمرحلة مثالية بدون بنية تحتية تكلم عن مدينة مثل رياض متى آخر ملعب بني فيها تكلم عن مدة زمنية طويلة عندي مثل هلال النصر اتحاد الأهلي ما عندها ملعب خاصة تقدر تدير الملعب بتعطي تجربة مختلفة للجماهير فحنا نتكلم عن أزمة ما رح تنحل بيوم وليلة هذا اللي لازم شي نتقبله موضوع ما رح نقوم بكرة من النوم بنحضر كل مباريات كل الملعب هذا ما رح أشوفها مستحيل في يوم وليلة تصير نحتاج وقت نحتاج البنية التحتية الجديدة تجي الإيفنتات تزيد في المباريات نصنع يوم المباراة يوم المباراة يعني في إنجلترا في إسبانيا في إيطاليا يبدأ من الصباح بدري على سبيل المثال تجربة القدية الجديدة رح تكون من التجارب مثيرة جدا في عالم كرة القدم أنت رايح للمدينة الترفيهية ورح تحضر مباراة يعني أنت يوم مكامل تقضي في مكامل بالضبط وفي المترو 23 دقيقة وفي ساعة ونصف هم يلعبون أنت تروح بالضبط هي راح تكون تجربة مختلفة وستثنائية كمان على مستوى العالم ومو بس على مستوى كرة القدم السعودية فحنا نتكلم عن البيئة نفسها ما هي مهيئة أنه تجذب الناس أنا ليش أحضر مباراة عشان أقعد خمسة ساعات لبل ما أدخل أشوف المباراة لبل ما أطلع كل شيء صعب فالجمهور بنهاية يبحث أيضا عن منطقة الراحة هذه المنطقة مهمة ترى لمشجع قلت تكلمت تقريبا عن تجرز مشجع كيف تكون ما هي جاذبة لي أنا كمشجع أني أروح وأحضر مباراة لأني يوجد شيء بنغض في الزحمة وبنغض في وبنغض في وبنغض في وبنغض في وبنغض حلقة حرفية أنا أتكلم عن نفسي أنا لما أحضر مباراة أكون شاي الهمة شيء كثير شاي الهمة الزحمة شاي الهمة الأكل شاي الهمة المكان اللي بيجز فيه كرسي كيف يكون أنا جربت كل طلق الذهاب إلى الملعب بكل من مختلف الطلق يعني مترو سيارة على رجولي أفضل تجربة لي كانت في السيكل لما رأت الملعب في السيكل ورجعت في السيكل أنا ما عندي مشكلة مباراة الكبيرة أنا واف بدلا ما عندي مشكلة مباراة كبيرة راح يضرها جمهور ولو كل نادي صار عنده ملعب حلو جميع زي الملعب الأول بارك الجمهوري بيحضر عسل على قلبك كنت تحضر هلال ونصر لو تاخذ منك المباراة من طلعتك من البيت لأن ترجع ثمان ساعات حسل على قلبك وهي مرة في السنة لأنها هلال ونصر بس كيف حفزك تحضر الهلال والخليج ولا النصر والراعد هذا هو التحدي لا أنا أنا ما عندي مشكلة أقول لك شوف جمهورة جمهورة النصر الآن لو تقيس حضورها للجمهوري قبل أول بارك جليل بس بعد الأول بارك ارتفع الهلال كان حضورها اللي فيه من محيط الرعب وقتها ارتفع لما غادر محيط الرعب قل التجربة كانت ممتع عندي كبيرة ما عندي مشكلة فيها عاطيني ملعب كويس بيجونك حتى لو كان ملعب ما هو كويس جاسيني يحضرون أنا مشكلتي ما عندي الصغيرة عندي الصغيرة حرفية مباراة المباراة الاتفاق اللي جالسة علامة انجليزي يعني حاط عين المجهر عليها بحكم فيها هندرسون نائب الكابتن المدخب الإنجليزي بحكم فيها مدرب جيلارد استغرب الأساطير الكرون الإنجليزية وليفار بول حاط المجهر عليها نتكلم عن حضور الجماهيري أو أفرج الحضور الجماهيري للاتفاق في ملعبه قليل وقليل جدا ليش هذا الشيء جالسة تصير عندنا في دورينا أنا أتكلم لي عن نفسي المهم خليك من تجربة مشجع عجب هذه تصنع وقدر نحل ولكن ما في ولا بين المشجع والنادي يعني المشجع الإنجليزي المشجع الأب الطالي المشجع الأجنبي الأوروبي غالباً بينه وبين النادي ولا بينه وبين النادي شيء خلاه ينجذب له هدف تأسس على شانه لوغو فيه ارتباط بينه وبينها عاطفي سواء هذا اللوغو تاريخي سواء في المدينة نفسها فيه عملية ارتباط وثيق بينه مشجع والنادي لقضايا كثير ويتكوم منها اللوغو أنت شف شعارات دي بس حيانا أبو عالي فيها رمزية يعني مثل ممكن قلت لها للأهل لا ترى لها ترى شعارها محقين فيها أسد يعني هي لا دعا أسد في جدة لا أبو عالي هي ممكن تكون رمزية يعني مثلا زي منشستر ستين وشعار سفينة يعني وش ممكن الرابط الوثيق اللي بيكون بيني وبين السفينة اللي موجودة فيه في المدينة كبيرة في المدينة ماشستر السفن شيء عظيم لا أنا عارف لا لا كمشجع كمشجع ممكن حتى من خارج يعني بريطانيا أنا ممكن في حياتي ما رحت ماشستر أصلا هي مدينة ساحلية ولا ما هي ساحلية أحيانا النجوم أبو عالي والقيمة الأسماء اللي موجودة هي اللي ممكن تجد لكن أتفق معك في نقطة أنه ترى غالبا إحنا نرتبط بالأندية بس واحد يحب النادي لأنه هو صغير ولا واحد هدا تيشرت النادي هذا لاعب فريق ذلك كنت ألعب فيه في البلايستيشن الكويس فكنت تفوز فيه فأنا شأت أنه كنت طالما ألعب فيه ما أريد أن أشوفهم في التلفزيون فبالتالي ممكن يصير عندك نوع من الاهتمام فيهم والوراثة أيضا أنا أنظر إلى أن الوراثة السبب رئيسي في تجيع تجيع القدر بنسبة كبيرة حاول أخلي الوراثة على الجنب لأنه هذا عامل أنت ما تقدر تتحكم فيه وللأسف يعني يمكن غالبنا ورثه هذا الشي لكن الشي اللي أنت تقدر تتحكم فيه أنك تخلي النادي جاذب يعني تخيل مثلا اليوم الاتفاق على سبيل المثال لو مثلا هندرسون يروح كذا يلتقي بمجموعة أطفال يوقع لهم على تيشيرتات النادي يقدم لهم تيشيرتات عليها مثلا اسم اللاعب تكبر والتيشيرت هذا عندك أنت ممكن ما تكون اليوم يعني عنصر فاعل كمشجع لأنك لسه صغير ما تستطيع تروح تشتري تذكر وكذا بس بعد كم سنة هذا بيكون قاعدة جماهيرية هل مع فارغ يعني هو أكيد ونجم عظيم جدا هل شعبية نابولي قبل أن يلعب معه ماردونا زي شعبية نابولي بعد ما لعب معه ماردونا يعني حيغير من الانتماء سكان المدينة تجاه النادي فأعتقد أن هذه فعلا هي نقطة الحضور الجماهيري يمكن حتى تلاحظها في المحافظات أكثر بس ما تحس أنه في ذاك الولاء الكبير تجاهها من سكان المنطقة الانتماءات لا تشعرونها موزع على الأندي الكبيرة ومن ثم زي ما قالنا واف تنتقل بالوراثة من الأبناء وبعد كده فيصير البيت هذا معروف أنه نصراوي البيت هذا هلالي راش أقيل أنت ترجع تدور حول حول الارتباط العاطفي بين النادي هذا اللي تأسس في المحافظة هذه وبين سكان اللي في المحافظة لو كان بيننا وبين النادي ارتباط عاطفي حدث تاريخي شيء يستند عليه أو حتى النادي يقدم العطاءات لهذه المنطقة الجغرافية أو المدينة هذه الصغيرة كان تلقى الولاء قوي ويحضرون كل المباراة أنا حاضر أنا وخالد المباراة من واتفورد واتفورد الستي الملعب كامل فل وكلهم حرفيا شيبان وصغار يورثونهم الحضور الجواهيري في نقطة مرة مهمة أنا عندي نظرية ذا معهمون فيها في موضوع التأثير في ثلاث مراحل للتأثير على الشخص المعرفة أنك تخلق لهذا الشخص معرفة حول الشيء التي بتأثر فيه بعدين السلوك عفوا بعدين الاتجاه أنك تخلق لهذا الشخص اتجاه أن يكون معه أو ضد شيء الثالث والمهم هو السلوك حنا عالقين في النص حنا في خلق الاتجاهات وقفنا ما حولنا انتماء الجماهير هذا إلى سلوك كيف يعني أجبر مشجع نادي الرياضي يحضر في الملعب من خلال عدم بث مباراته على التلفزيون بكل بساطة قلوة تعتيم بالضبط أنت بتشوف مبارات فريقك موجود في الملعب رحش في المبارات هناك ما تقول تحضر في الملعب بعد نهاية أنا مشكلتي هنا حتى لو أنا لما مية يجبون معهم مية ويجبون معهم وطفال أنا عندي مشكلة ثانية أنا شف بس الحضور الجماهيري أنا شاب صغير وبشجع في فريق تنعرض مباراته على التلفزيون وفي فريق لازم أتعب وتعنى للملعب ليش بشي تجع هذا بس في نقطة هل تتنفر يمن تشتيع في نقطة مرة مهمة هلنا الآن متجهين للبث الرقمي في الرياضات وهذا يعني إذا ما كان خلال ثالث سنوات سنوات القادمة ست سنوات القادمة تحديد الجغرافي في البث أصبح سهل أبتالي ممكن منع بث المباراة في الرياض منع بث المباراة في جدة منع بث المباراة في الدم وبثها فقط في المناطق اللي يكون فيها خارج النادي هذا الشي يخلي الناس تحضر أنا ليش أحضر وأعيش ست ساعات سبس ساعات بتجربة سيئة وأنا بالاستراحة مع الشباب وأعيش يومي الجمعة اليوم اللي اللي يكون فيه الوحيد في الأسبوع يكون مرتاح فيه يشوف المباراة أنا مرتاح هذا يترى في كترة الملعب يشيل 80 ألف كم عدد جمهور الهلال خلنا نقول عندنا الملعب 80 ألف كم عدد الهلاليين الموجودين في الرياض طيب يروح 80 ألف في ملعب الهلال الجديد تم تلافي هذه المشكلة تم وضع شاشات خارجية يعني لازم أروح الملعب لا لا مول الملعب في بريطانيا هذه المشكلة موجودة لكن وين تمثل مباراة دخل المدينة في الأماكن العامة فهذا شيء أيضا اقتصادي على نفس المدينة بس متى هذا الشيء يصير لازم تحدد وقت محدد لازم تقول أنا من الساعة الست للساعة الثمان كل يوم جمعة بلعب ست سبع ثمان مباراة في هذا الشيء مباراة خمسة في إنقلترا مو بس في إنقلترا في كل دول أوروبا حتى في إلمانيا أربع ونص فأنا أتكلم عن تحديد وقت رئيسي لمباراة لا يبث فيه إلا مباراة واحدة من أربع خمس مباراة بتكون هذه المباراة مختارة ويعني تبدأ تصنع يعني أنت ما رح تقول يعني أنا أرجع وقول ما في حل لهذه الأزمة في يوم وليلة طيب الحين عن مشكلة الحضور الجماهيري يعني اللي تخلي الناس أنا ما تحضر لو قلنا أن في عدة مسببات المواصلات تجربة الفعاليات أنا شخصية تكلم عن تجربتي أنا الشخصية كل هذه ما تهمني يقدر المواصلات يعني حضرت مباريات مثلا كلنا حضرنا مباريات يعني خارج السعودية أنا من الناس اللي أجي قبل مبارا ممكن من نص ساعة فعاليات يوم مفتوح يعنيني أني أجي قبل مبارا من نص ساعة ساعة أحضر أرجع فأعتقد أن كل المشاكل تتراجع أمام سالفة أني أطلع مثلا من وسط الرياض أو شمال الرياض إلى أن سيد الملك فهد يبغى لي ساعة يعني ترى في الويكند الطبيعي إذا وصلت في ساعة تراك مسوي إنجاز وبعد المباراة كم يبغى لك مع التنظيم المروري والمخارج والأشياء هذه وين بتوقف المباراة المسافة اللي بتمشيها لأن توصل الملعب يعني هذه إذا عولي جد الباقي تلي الموضوع ما هو متعلق كمان بالحضور اللي يكون في المباراة أعطيك مثال مباراة الاتفاق والرياضة اللي كان العلم انجليزي يمركز فيها أنا كنت حضرها أنا طالع ملز يوم الأحد خروج المنظفين أنا طالع من بيتنا قبل المباراة بساعتين وصلت بالمباراة بادي أي مباراة اتفاق والرياضة فأنا أتكلم عن زحمة وقت المباراة مثل تلعب المباراة كل هذه الأمور تأثر على المباراة فسط الرياضة إي فأنا كأعلامي ما كنت أقدر أحضر اللي متأخر فما بالك المشجئ سيبركز عن باتتفاق كتير يعني مهتم بالتجربة الإنجليزية بشكل عام كيف تشوفها نواف هي تجربة جديدة تجربة مختلفة عن نماذة الرياضات اللي تعرفون تقسمت للماذج مختلفة أحد النماذج الموجودة عندنا الجديدة هو النماذج الموجود في نادي اتفاق نماذج الإنجليزي اللي قاعد يقوده جيرارد اللي يعني واضح أنه مسلم كل شيء داخل النادي كل شيء دي بتسوي جوه النادي انت حر فيه صنع ثقافة جديدة انضباط جديد تدخل في أمور الفئات السنية هوية الاتفاق منطقة الشرقية بيد الله عادت لها الحياة في الصيف الماضي كل المنطقة تكلم عن مشروع جديد في القادسية مع شركة رامكو تكلم عن اتفاق الآن في المشروع مع جيرارد متش مستقبل أكيد مية في المية رح يكون فيه مالك جديد الفاتح والشياء اللي قاعد تسويها بالوقت الحالي منطقة الشرقية بشكل عام حصلت على مشروع تنافسي وجود في نادر اتفاق هذا المشروع في المرحلة الأولى يحتاج وقت يحتاج الصبر عشان تصل للهدف اللي انت واضع كخطوات أولى انت قفزت قفزات ممتازة في جوانب كثيرة جيرارد كمدرب بشكل عام ما هو مدرب سيء زي من الناس يعتقدون يعني بسبب تجرته في آسنة جيرارد دعا درينجرز اللقب الدوري بعد غياب بأزمة الفلاس ومنافسة سلتك والمعاناة الكبيرة يعني منافسة سلتك لعباد الله قد تكون أصعب منافسات في تاريخه ثقادة بوقت الحالي من جيرارد يعني بعد ما خرد جيرارد إلى الآن يعاني في الفوز بالدوري هناك فجيرارد كان مدرب ممتاز تجربته في أسنو ولا ظالمة ما هي منصفة له لأن كانت ظروف ما هي يعني مثالية بشكل كامل والبداية قاعد يعيش رجال حاب الموضوع داخل في الموضوع أكثر يعني معطى يعني كامل الصلاح هذا الشيء يريح المدرب كثير وقاعد يخلق يعني عقلية جديدة تتكلم مع لاعب فيصل الغامدي لانتقال لنادر الاتحاد لما كان موجود في الاتفاق في أول مباراة في الدوري سألت وقلت وش أكثر شيء يركز على جيرارد قال لي هلاكنا في الجانب البدني قال في الجانب البدني ما قد شفت مدرب مثل هذا المدرب سألت أول مباراة لما كان دوري يلعى في غسطس في شدة الحر بالضبط فيصل يقول هلاكنا في الجانب البدني بالإضافة إلى موضوع الحديث معنا كان يتكلم معنا على انفراد على الأمور على الأمور التطويرية كيف أنت ممكن تطور نفسك كيف ممكن تتقدم أكثر للأمام وهذه الأشياء تعطي لأني استقرار أكثر تطوير أكثر ولازم تضع هدفك يعني في النهاية وإذا حققته ولا ما حققته هذا القياس من اسم المجلسي الدارة أنا شفت المقاطع فيديو الدكرة بدأت الموسم الراوند أبضل يتكلم فيها كيف تغطي يعني يعني كان يتكلم عن أشياء ABC حرفيا أن اللعب يعرفها ويمتلكها بس طريقة اللعب الجاس انتهجة ممكن الملاحظ فيها وكثير من الأهداف اللي سجلها هالموسم كرة طولية يأخذها ديمبلي ينزلها وهدفت اسلوب انجليزي خليه نقول لك عتيق أو عريق جاس يفوز فيه في الفترة الماضية غاب موسى ديمبلي غابة الكرة طولية وغابة الأهداف وغابة الأهداف يعني يتكلم آخر أربع مباريات ثلاث مباريات ما سجل فيها حرفيا ما سجل فيها بس مبارة واحدة بأقطة بسجل اللي قدر منه حتى هو ذكر في مؤتمر الصحفي في مبارات النصر في الكاس الملك ذكر أنه عندنا ضعف في الخيارات الحجومية وكان مستاء جدا من هذا الشي وقال أنا وعدكم أنه شهر يناير لازم نعزز هذه الجوانب هو يعرف أنه لا زال في مرحلة البناء لا زال في البداية بس اللي يبقى استحواذ من جيرارد أنا أقول له ما هو مكان جيرارد راح يلعب كرما مباشرة أكثر يعني الكرة الإنجليزية اللي فعلا تعتمد على هذا الجوانب وهذه مشكلة راح تكون للشباب الصحدين في الاتفاق اللي محتاجون وقت عشان يتقلمون معها لأنه ممكن ما تأسوا عليها بالفئات السنية بشكل صح يدخلين معاه الجدد في الفريق اللغتهم اللغة الإنجليزية لما تحدث معي التواصل معك سهل الشرح لك أسهل وهذه مهمة في الجيل الشباب الجديد اللي طال عندنا في كرة السعودية أنه فاهم الموضوع فاهم المرحلة متطور كثير في الجوانب الأخرى اللي ما كانت موجودة في الجهة السابقة من أهم هذه الأشياء اللغة اللغة الإنجليزية مرة مهمة للاعبين فقط الحال لأنه هي اللي تربطك مع المدرب مو مترجم هو اللي يربط معك وحتى وجهة نظرك توصلها بشكل صحيح المدرب ويفهمك المدربين يحبون اللعب يجي تكلام معهم ليش اللعبين في سعودين عندنا في بعض المرات يعانون مع المدربين لأنه ما يقدر يعبر للمدرب ما يقدر يوصل للمدرب بشيء اللي يبغى بشكل صحيح ممكن المترجم ما يوصل بشكل صحيح مو قصداً من المترجم ممكن المدرجم ما فهم ما عدبر شيء خاص بالمدرب بالضبط وهذه من الأشياء اللي يجي الجاي في الاتفاق وغير الاتفاق اللي عندي الأخرى فهمينها عارفينها وعينها وهذا شيء يحسب يعني للأجياء القادمة في الكرة السعودية هو ممكن يكون لها دور التعليم اللي يتلقى الشخص لكن أعتقد أنه حتى لو أنت ما أسست أنك تتكلم يعني تتكلم لغة إنجليزية تحديداً اللغات اللي ممكن يحتاجها لعب كرة القادمة مهم أنك في المرحلة اللي بدأ واضح أنه أنت عندك موهبة وأنه أنت مشروع لاعب أنك لابد أنك تنهور في هالجانب شوفك بالفتر ريال مدريد جايب معلمة لإندريك اللاعب البرازيلي يتعاقب مع عمره 16 سنة قبل أن ييجي لريال مدريد هو عمره 18 يبغون يكون يتكلم إنجليزي وأسباني بالإضافة للبرتغالية اللي هو يتكلم عندهم هذا شيء مهم يعني يونيز في ليفربول قاعد يعاني الآن ليش؟ عندهم هم يركزون كثير عن موضوع اللغة لأنه عندما تواصل معاك كيف راح شرحل كيف راح تقول وجهة نظرك القادة كيف راح يجتمعون مع المدرب يعني خلنا نضرب مثال في نادي الحلال مدرب برتغالي واللعبين الموجودين هل تعتقد خيسوس لما يتسمع مع القادة في غرفة واحدة ما يجي اسمعها مترجم؟ لا أكيد أكيد يمكن عشان فيه اثنين صربيين في اللعب السلوديين بس كمان فيه عنده مجموعة يتكلمون بالطبط فأنت تتكلم عن التواصل في كورسة قادة شيء مهم جدا بينهم مدرب واللعبين فإذا كان معدوم أو فيه خلل في هذا التواصل بتكون مشكلة طيب تعب كون في التواصل بتخصي اتصال ترى يركزون على هذه الموضة يتذكر ربيب بكورتيولا لما راح للبونتسليج راح تعلم اللغة الألمانية ممكن في المستقبل يركزون المدربين لما فعلا يجدون أنه هذا مكان مناسب للاستثمار والفرص التقدمية وهذا الموضوع ممكن ترى يفكرون بهذا الشيء لا تستابع لهذا الشيء قاردة جدا عطى عقد طويل ولا تقيله بعد ستة شهور وبيتحلم لكن إذا صار الموضوع مشفوق فيه بيصير فيه أنا أعتقد أنه كمان فيه مباراة مهمة لعبت ممكن كانت يوم الأحد كنا نسارف قبل الهوى مع نواف على مسألة أنه تأثير الأيام في مسألة الحضور الجماهيري خميس جمعة سبت أحد التوقع هذه من الأيام القليلة اللي لعبت فيها مباريات يوم الأحد اللي هي مباراة الأهلي والرياض يمكن الرياض كثير لعب ترى يوم الأحد ولي كان لعب مع انتفاق ذيك المرة يوم الأحد مباراة اللي شهدت أنه جلوس فيرمينو على دكة البودلا فوزر الأهلي ثلاث هداف دون مقابل في مباراة أعتقد أنه متعلق فيها بشكل كبير جدا اللاعب البديل اللي هو في رأس البريكان مباراة غير فيها يا يسله بعض التغييرات بعد الكارثة اللي حلت في مباراة أبها خروج فريق أمام أبها في دور الستعشر من بطولة كأس الملك دون التقليل يعني من المباراة العظيم اللي قدمها لعبه أبها بس أنك تلعب معظم فترات المباراة بعشر لاعبين وتنهيها بتسعة لاعبين ضد الأهلي في جدة اللي كانت بعد الذكر خسارة إيجابية من لاعبي الأهلي والفوز بثلاث هداف أمام الرياضي ممكن النقطة اللي تستوقفك هو كيف تغير شكل الأهلي في المباراة اللي غاب عنها في رأس البريكان كلاعب تسعة مهاجم تعودنا عليه مع الفتح خلال الموسمين الماضيين اللي شاف المباراة أحلالها وخلينا نقول حاول أنه يركز تحركات فراس بشكل كبير ترى ظهر بشكل واضح نفرق مع كل العناصر الأخرى اللي موجودة مكسيمان رياض محرز حتى لعبي الوسط اللي موجودين وراه وهذه أول مباراة يلعبها الأهلي هذا الموسم بتواجد مهاجم تسعة صريح سواء كان فراس ولا غيره مع ذا الأثنين فأعتقد أنه أعطى نموذج تقدر تقيس عليه للمستقبل أنه بيريحهم بشكل كبير ويلعبون مع واحد بخصائص فراس لاعب دايما يروح باتجاه المرمى لاعب ذاكي في التحرك لاعب ما يلعب بره البوكس قد ما يلعب داخل منطقة الجزاء وأمس أنا تابع المباراة قال العلي سعيد الكعبي معلومة رائعة جدا قال أنه كل أهداف فراس في الدوري من داخل منطقة الجزاء فراس ما عنده ولا هداف من بره من بره الـ 18 فهو ما هو باللاعب اللي يصوب من بعيد ولا هو باللاعب اللي ممكن يكون عنده حلول في الكرات الثابتة قدمه لاعب هو التسعة يدور المرمى يشم ريحة المرمى فأعتقد أنه بيصير رئيس لفترة الجاية في حيرة من يلعب فراس ولا ولا فرمينيو وأنا حضر المباراة صراحة لفتني رقم كان صادم جدا بالنسبة لي أنا من 15 موسم لعبها فرمينيو كلاعب كرات قدم محترف خمسة منها فقط اللي أنهى الموسم بأكثر من 10 هدف في الدوري يعني الدوري عادة 30 34 أحس بالبطولة اللي أنت تلعب يعني في ألماني كان 34 في إنجلترا 38 جولة أنك في 10 من أصل 15 موسم تسجل أقل من 10 هداف هذا ما برقم مواجه يعني في السنوات اللي كان معلي فاربول كان هدافي الفريق صلاح ماني بعدما ممكن فرمينيو يجي في المركز الثالث ما قبل صلاح وماني كان في موسم كوتينيو حتى سجل أعلى منه فهو اليوم أنت لو تأخذ الأندي المتنافسة على الدوري فرمينيو بوضوح وليس متروفتش وليس بنزيمة وليس كريستيانو وليس موسى ديمبلي وليس توانبا وليس جواو بيدرو ولا كل المهاجمين التسعة اللي أنت تشوفهم في الدوري هو ستايل مختلف تماما المشكلة اللي قاعدة تصير في الأهلي أنك أنت تحتاج إلى مهاجم بغزارة تحديفية عالية لأنه في الجونات هذه الماضية لو محرز يسجلك في مباراة بغيب مبارتين ثلاث لو ماكسيمان سجل في مباراة بيغيب لك مبارتين ثلاث عكس مثلا في الهلال تكلم 15 هدف من 15 مباراة أرقام رجل تتكلم عنه اللي هو اللي هو أرقام كريستيانو تتكلم عنه ما يحتاج أنا دائما أقول أن المهاجم اللي تحتاج أنك تقنع الناس أنك كويس هذا ما هو مهاجم والله يتحرك والله يفتح مساحات والله يخدم المهاجم أرقام ما تتكلم عنه ما يحتاج أجل يصلحك أبو عالي وحاول أني أقنعك أنه كويس وذو قيمة المهاجم أرقام ما تتكلم عنه أعتقد أن فيرمين هو لاعب كبير وحل مهم جدا بس عنده مشكلة أنه يتماشى مع نمط واحد اللي هو أن يكون معك جناحين يطلبون الكرة في المساحة يدورون المرمى عندهم غزارة تهديفية عالية وترى ذا الموضوع موضوع أنه في لاعب يمشي مع أسلوب واحد ترى يصير في الكرة كثيرة يعني ليش مثلا مولر ما لاعب في نادي غير بايرم يونخ خلاص هو لاعب عشرة تحت المهاجب له بمهاري لا الباصر أسست حقه سحري تقول كيف رأاه ما تشوفه له شويت من بره السمانطاعش ويأفض برشلوان بس إنه هو جزء من نجاحه إنه ما أختبر نفسه مع نادي ثاني بأسلوب لعب يختبر نفسه كلاعب ستة مع نادي غير برشلوانة فينكشف الجانب هذا اللي هو اللي هو ضعيف فيه ثرمينيو نجح مع لي فربول مع صلاح ومع ماني تشيل عنه صلاح وماني تحط أجنحها من نوعية ثانية بيبالك إنه لاعب ثاني مختلف تماما فأعتقد إنه قد يكون لاعب ممتاز ورائع لكن بالوضعية اللي موجود فيها الأهلي أعتقد إنه صعب إنه تستفيد منه بيجيك السؤال البعالي طيب إنه ليش ما يلعبه فراس مع بعض فراس ثرمينيو ماكسيمان محرز هو انتحار هجومي انتحار هجومي حييوديك فيك يعني في ذاهية يعني لو أنت لعبت فيه صح لو عندك على الأقض تقول ممكن في احتمالي إنه أسلوب هذا ينجح إن يكون جنب كيسي أخو كيسي واحد زي واحد قوي واحد شرس واحد يقدر يفكد الكور لو كانت معه لو فابينيو معاه لو كويار معاه من النوعية دي لكن تحط جنب كابري فيك قال مضوع بك صعب جدا يعني عد ثلاثة دولي اللواف كلهم جايين من بربرلي يعني محرز فرمينيو ماكسيمان حتى من بعد بلادس الله يرزقني على قدر الناس محملوني هاي لاعب يفشل جايب هناك قل أنت المسؤولة ما لدي وكالة أو شي يعني الدول الإنجليزيين في الرياضة عشان الناس يفهم ولا قدر أدافع اللاعبين لكن التركيبة نفسها بالنسبة لي كانت غريبة من الأساس يعني محرز ماهو صلاح ماكسيمان ماهو ماني فيه فرق كبير بين الأربع اللاعبين دوله في المقارنة وفرمينيو أكبر مشكلة لو كان جايك مهاجم هدف أنت لما جبت فرمينيو كلاعب مهاجمي بسجلك 20-25 هدف في الموسم الحالي إذا كنت تتفكر كذا وتعتقد كذا في مشكلة عندك في موضوع اختيار اللاعبين لأنه فرمينيو لاعب يخدم منظومة والمنظومة لازم تخدمه كمان ما يقدر يعني لاعب يقود خط هجومك لفترة طويلة ترتكز عليه في موضوع تسجيل هدف مستحيل يورغين كلوب ما ارتكز عليه إلا فيه مباراة واحدة ولا سجل مباراة المنتادة برشلونة الأربعة اللي غاب فيها صلاح اللي غاب فيها صلاح هين مباراة حيزة تنبدأ ليه ولا سجل فأنا أتكلم عن لاعب ما هو هدف جنالدو مريقي فهو أساس اللاعب ما هو هدف على طرح ريجي ريجي أفضل ترى كان متاح وانا تعرف أنه كان قريب أساساً من اللاعب بس الصفقة بالنهاية تعتبر شوف لو نرجع شوي بالزمن نعرف المشكلة الأهلي ترى ما ولدت من نفس اللحظة بيك يعني الأهلي نادي الوحيد اللي غير من اجتدارته ونادي الوحيد اللي غير مدربه ولكن مدربه أتى متأخراً تكلم عن ياسلي قبل الدولي بعشر 12 يوم والهلال جاب خيسو استجربه سابقة معه الاتحاد نفسه ونسانته النصر جاب كاسترو من بدري تقريباً من قبل أو من بداية الملكاتو الاهلي جاب ياسلي قبل الدولي بعشر أيام كل الأجانب اللي تم تعاقد معهم كلهم تعاقد معهم قبل ما يوصلوا ياسلي باستثناء فيه ولكن الفريق اللي يبني هذا اللعب الأجانب الثمان اللي يجديدين واللعب المحليين الستة والسبعة يتم التعاقد معهم من النابت من فراس من الفاد الرشيدي من العمار وغيرهم الأسماء بإضافة للثمان أجانبين جبتهم ومدربهم بمجلس إداراتهم كلهم لقوا نفسهم كده فجأة في نادي يلا خلينا نفوز بالدوري لا مشكلة يعني صعب جداً أنك تبني المنظومة هذه من مجلس إدارة إلى أصغر لعب في لحظة واحدة تقول خلونا نجيب الدوري والضغوطات تزيد علينا ولا فيه فريق أساساً في العالم تضيف عليه ثمان عناصة جديدة أول مرة قولي الله رح جيب الدوري صعب مرة بالإضافة لهذا كله أن نتكلم لك عن مجلس إدارة مدرب وثمان لعبهم محليين بعد تغيير شكل كامل غير أنت جاي من دوري فأعتقد أن المشكلة أو الأساس القائمة عليها ومشكلة الأهلي هي نسقف الطموحات العالي جداً قياساً بأن الفريق يولد من دير اللحظة لذلك شفنا الخطأ في أنك تجيب محرز وماكسيمان أجنحه ما تسجل ويجيب معهم فرمينو لو كان في أي مدرب يدير هذه العملية أو مدير رياض يدير هذه العملية ما اتخذ هذا القارع الكارثي ولا جاب هذا لي أبداً حتى ديميرال ما راح أجيب ديميرال وإبانيز لاعبين خلق المدافعين سناتر وأخلي خانة ضهير أيمن أو ضهير أيسر أنا ولا نادي زي كذا وعاني من قيمة اللاعبين في أرض الملعب غالباً الأفضل أني ما أجيب حارس أجنبي أجيب لاعب إضافي في أرض الملعب يأثر أكثر خلييني أستقبل هدف اللحظات الخاردة اللي بيصنحها للحارس هي لحظة لحظتين في الممفي أخلينا نقول لك عشر لحظات في موسم كامل بس أنه أستفيد من هذا اللاعب اللي هنا يكون عندي في أرض الملعب ضيف لها أنه أنت فرّت في القائد وخليت فريق بدون قائد فريق ما في أحد قادر يدير هذه المنظومة يعني فرمينو إذا راح يلعب في أبها بيعرف الأجوانها كيف تكون بيعرف أنك ديرة باردة ولا البلد هذه أكثر من حجينها من الأهلي لا ما يعرف ما يعرف يحفز اللاعبين ما يعرف تكلم من اللاعب السعودين الموجنين يعني طبيعة تحفيزك أو طبيعة اختيار فرمينو كقائد كيف تكلم مع الناس اللي حوله يعني حتى اللاعب برازيلي ما في اللاعب واحد ما في اللاعب سعودي قيادي تقول والله لو ما كان فرميني وبيكواني أنا هنا جاء أنت ما عندك سالم الدوسري ولا سلمان فرج ولا عندك سلطان الغنام ولا عندك حتى يعني الاتحاد يمكن أحمد شرحيلي ولا غير ما ما عندك أنا هنا أرجع لك النقطة اللي الدور حول حارس المرمون يعني رحيل المسليم ما كان القارب المثالي يعني كثير من الأندية دائما تخلي عندها قائد في الدك يعني الموريني وفي تجرورته مع الأنتر كان يقول فيه أنت مر الصحفي أنا مخلي بطل العالم على الدك يقصد مين ما تراتسي وما تراتسي قائد قائد في اللي غرط ملابس ضرب رأتولي طقم تاري والله صدق سواها صحيح 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 تتجل أثناء الموسط فمهم جدا فيهم مهم جدا يكون عندك قائد وميندي أوكي أنا مندي جايس يتعلق تعلق مو طبيعي الفترة الأخيرة حتى في مبراط أمس ممكن كورتين طلحها من العقول بس غلط أنك تجيب حارس وعندك المسايلين بقيمة وجودة عالية وقائد الفريق تحط فرمينه هل أنت كيف تطلح فرمينه لا تدك لا تدك ما تدك لا تدك كمت الفريق تدك حرفيا كيف وهذا يجي أنت القارن الأساس أن يختارك التركيبة التركيبة حين لو تذكر في الميديو أنا قد أكلم أبدأ الله تذكر لما كانت كلام التحاد رهان في كرة تقدم الهيكل الإداري متى ما كان عندك هكذا الإداري قوي يعرف المرحلة أنت قادر تتحكم بكل شيء حنا كثير من الأندية ما فهمت المرحلة اللي كنا داخلين فيها تأخرت لين تفهم تذكرون بداية الموسم كثير من الأندية اللي كنا يعني أنا حتى شخاص تتبنى هذه الفكرة الفجوة بين أندية الصندوق والأندية الأخرى كانت واضحة في بداية الدوري مع الوقت قاعدة تتخلص هذا الفهم للمرحلة للطبيعة الجديدة للدوري يحتاج وقت أنا أعتقد أنه الأهلي ممكن يكون أكثر الأندية اللي راح يكون مستفيد من التوقف خلالك أساسية أنه راح يتنفس أجسدارة جديد مدرب جديد لعبين جدد كل شيء جديد في الناد قاعد جديد كل شيء كشي جديد فأنا أحتاج فترة تنفس فيها الفترة التوقف هذه بتفيد الأهلي كثير ممكن أكثر من كل الأندية الموجودة في الدوري وأيضا بتفيد الأندية المتواجدة في مؤخرة الترتيب أنها أيضا ترتب بعض الأمور تستعد الجزء الثاني من الموسم هذا هو هذا معسكر جديد يعني تكلم عن كم لاعب يروح المنتخب من الأهلي ثلاثة أربعة بس ممكن مندي بيروح للإفريقيا البقين موجدين معاك في المعسكر اللي راح ممكن تسويه أنت فالأهلي يجب أن يكون مدعوم من جمهوره بفهم المرحلة لازم تفهم أنت كمشجع المرحلة اللي يمر فيها النادي إذا ما فهمت هذه المرحلة وتستمرت في المطالبة والضغط على الفريق الفريق ما راح يتقد نهاية في نهاية الموسم بطل واحد سقدر الأهلي نواف أنه هو فريق كبير بالتالي لما تقول الجمهور أنه خلوا هدافكم منطقية أنا أتفق مع كلام هذا بس جزء كبير ترى من المدرج ما راح يؤمن بالكلام هذا بيقولك أنا فريق عندي إرث وعندي تاريخ فبالتالي أنه لا بد أن ننافس أمس بعد المباراة كان في مقابلة مع قابري فيقة كان يقول أنه نحن نبغي نتحسن ونرجع النافس على الدوري مرة ثانية ففي إيمان داخل أن هذا الفريق يقدر أن ينافس بس ينافس يعني معناها أن يفوز بالبطول ولينافس أن يكون جزء من الأندية اللي موجودة في الأمام هذا ممكن يكون هدف منطقي وعقلاني بالنسبة للأهلي المشكلة اللي في ظني اللي بتبان مع الأهلي إثناء هذا الموسم أنك أنت في الصيف كنت تتعامل بفكرة هذا حلو جيبة هذا كويس جيبة زين هل يركبون كلهم مع بعض لا لما تجيب جناحين بهذه المواصفات وما تجيب معاهم مهاجم تسعى هدف تكون عندك مشكلة لما تجيب لاعب قوي بدنيا زي كيسه بس ما تجيب لاعب ثمانية يقدر يطلع لك الكرة من وراء ثمانية أو ستة فنان تروح تجيب له قابري فيقة اللي أمس بعد المباراة يقول لنا مركز اللي يحب يلعب فيه تحت المهاجم طيب هو يبغي يلعب تحت المهاجم وفرمينه يبغي يلعب تسعة ونص وهمي وعندك في راسه يبغي يلعب تسعة الملعب يشير ثلاثة كلهم مع بعض ولو شارهم كلهم مع بعض ممكن ما يكون عندك أطراف وليكون عندك مشكلة في مراكز ثانية ما تجيب سنترين كلهم صغار وكلهم من دفعين ما فيهم واحد راكد تخلق منهم خط وسط قوي لا ما تقدر الثلاثة اللي قد دام تقدر تخلق منهم ثلاثة هجوم فتاك لا ما تقدر لأن المشكلة ما هي فيهم يعني الثمانية كعنصر أن فلان هذا فيه مشكلة لا بس مشكلة أنه ما يركب مع فلان يجي هنا المشكلة عند من عند اللي يختار أنه هذا يلعب معه هذا واليختار من الصفقة هذه تجي بعد ما وقعت معه الصفقة الفلانية قد يكون الموضوع قلة خبرة قد يكون الموضوع ما في خيارات كثيرة أنت كنت تقدر تختار منها لكن أنت لما تجي تختار تحاول أنك تأخذ الموضوع من عدة زوايا من زوايا ملاءمة اللاعبين للبعض ملاءمتهم لسلوب لعب المدرب وهذه نقطة ما نقدر نحكي فيها لأنك جبت اللعبة قبل أن تجيب المدرب أساسا وحتى من جانب العقود معدل مثلا في خطوة جدا سواها مهمة سواها الهلال إن من بينهم كلهم كان معدل أعمار اللعب لاختارهم أصغر فبالتالي يقدرون يعيشهم معا فترة أطول تكلمنا حلقة السابقة أن معظمهم ما فاز بالدوري وبطولات كبيرة في مسيرته فبالتالي هو جايك بجوع وتعطش أكثر فأنت تأخذ كل النقاط هذه في الحسبان لما تجي تتعاقد أكثر من كونك كل ما لقيت اسم مميز يلا جيبه يلا وقف معه ثم بعدين إذا ركبتهم مع بعض دخلتهم في الفريق تكتشف أنه عندك كذا المشاكل علشان كذا يقلنا أنه العناصر الحالية اللي موجودة عند الأهلي أنا ما أعتقد صراحة أن في مدرب غير رئيس له بيقدر يصنع منهم فريق مختلف تماما عن اللي قاعدين نشوفه لأنه فريق على مستوى السكوات مليان عيوب ومشاكل وكثر خيرا أنا قاعد يطلع منهم هل أدو طيب نحن نتكلم بألي عن سبع نقاط بين الأهلي والمتصدر وتكلم عن متبقية على نهاية الدوري هنا 22 جولة 22 جولة الأهلي طلع من كل ملاحلات عنده لبس 22 مبارا فيه سخضون سبع شهور يعني تكلم عن ثلاث مباريات كل شهر ولندي الثاني في الأمام قدام بلعب العاسية وبلعب السوبر وبلعب المبطلط بكأس المالك ويالله خذلك نصف نهاي خذلك دور ثمانية خذلك نهاي وخذلك سافر من مدينة المدينة من دولة لدولة والأهلي بيكون مريح على بطولة واحدة كل أسبوع مبارا وسبع نقاط هنا خلت تحت الخط هل هذا الشيء ممكن يأثر هل ممكن يشوف الأهلي يوزع جنادي اللي الجاسد تصدرها الدوري شوف أكيد طالما كنت عندك عليك ضغط مباريات أقل فبالتالي صابت مفروضة أن تكون عليك أقل تحضيرك لكل مباراة يكون أفضل بيفرق معك نقطة ومنافسك يستهلكون بدنيا الفترة الماضية هذه ترى اللي كانت تقريبا تكلم عن سبتمبر وإكتوبر ترى فرزت عندنا الأندية على مستوى المنافسة تطلع على الاتحاد لأنه لمصر تلعب كل أسبوع المباراتين أسبوع عندك فيه طبعا دوري ثابت نهاية كل أسبوع بس عندك وسط الأسبوع مرة دوري أبطال آسيا مرة بطولة كأس الملك كم إصابة صارت عند الاتحاد كدير في الفترة الماضية النصر فالفترة دي اللي فيها ضغط مباريات يبدأ يبان الفرق اللي عندها دكة عن الفرق اللي ما هي متعودة على الضغط الأهلي عندها ميزة أنه أصلا معفى من موضوع الضغط هذا في بطالة تركيزة بيكون أكبر على بطولة الدورة كبير أناك تكلمت عن المتصدر أعتقد أنه اللعب في الحسن حتى لو كان الفتح يغيب عنه مراد بات يغيب عنه سكان بالدبك يغيب عنه جنيني وصار ممكن أكثر من الإصابات حتى في المباراة نفسها يظل دائما مواجهة الفتح في الحسن مسألة صعبة ولذلك هل العانى في المباراة مباراة فقبل كذا اللي يسجل هدف بدري ثم خذلك أداء ممل خذلك أداء باهت إليه يا المباراة يا الفرق الثاني يرجع عليك يا تسجل هدف آخر الدقائق يقول أنت تنهيها لكن الهلال ضد مومبي وضد ضمك وضد الأخدود وضد الفتح يتضرر بسبب تسجيل الهدف مبكر الهدف اللي يطيح رسم المباراة اللي يخليك منت دائما في عملية هجوم متواصل وسعي لتسجيل الهدف فبالتالي الرتم هذا اللي أهدى يضر بالهلال وخليك تشوف نسخة سيئة جدا من الهلال زي اللي صار في مباراة الفتح مباراة الهلال خرج منها بثلاث نقاط لكن خرج منها بمساوى كثير يقاف علي البليهي يقاف روبين نيفيز مباراة الجاي أمام التعاون إصابة سفيتش كان حتى فيش كوكي إصابة لمتروفيتش وغير الثلاث نقاط أعتقد أن المباراة الهلال يعني ما يذكرون منها شيئة كثيرة مميزة إلا بأمانة الظهور اللي كان رائع جدا وسالم الدوس اللي سواء في تسببه في البلنتي اللي سهل المباراة للهلال أو الهدف الرائع اللي سجله في نهاية المباراة وهو جاي ما شاء الله عليه طبعه محدف البجائزة تفضل اللاعب في آسيا فوت كذا تمرين لأنه كان موجود في قطر ولكن ما شاء الله عودته كانت قوية وظهر فيها بشكل جيد تم يعني مقابلته بمحبة وتشجيع كبير جدا من قبل الجمهور أتوقع أنه سالم يعيش مرحلة في حياته يستاهل فيها كل المحبة والتقدير اللي قاعد يحصل عليها لأنه تعب كثير عشان يكون في هالمكان يعني خليني كذا أخذ السؤال الجوهري من بلد ما فيها كثير لعبة منضبطين أو ما فيها كثير خليني نكون واضحين لعبة حرفية يعني فترة طويلة ما تلقى لاعب سعودي كذا منضبط 15 سنة 10 سنوات ونجوم كثير أثر عليهم هذا الشي أو حتى ما يقال لكم منضبط ثبات المستوى 10 سنوات نادرة تلقى لاعب في الدولة السعودي أو سعودي عنده ثبات المستوى 10-15 سنة سالم الدوسري انضباط ثبات المستوى تأثير حضور في القمم تسجيل بروا أهداف جميلة يعني كل اللحظات الخالدة كذا المبارات المهمة للهلال صنعنا لحظة خالدة والمبارات الغير مهمة أو غيرها من مباريات صنعنا لقطة جمالية لو تأخذها وترجع بالزمن شوية بعلي المسيرة أو بداية مسيرة سالم الدوسري من بدأ؟ أو من لحظة بزوغة يعني رجل كنتشف فيه بطولة حواري عمر 16 سنة لعب في الهلال صعد فريق أول أول مباراة في تاريخها توقع كانت مع النص سجل فيها أول مباراة في تاريخها مع متخب السعودي في سيدني في أستراليا سجل فيها يعني الرجل اللحظات المميزة والخالدة بدأت معه من لحظة بزوغ ومن لحظة ظهوره على لكررة القدم واستمر في التأثير والتسجيل في القمم هذه سجل على النصر في نصف النهاية التاريخي والشهير في آسيا سجل على الرجنتين في كأس العالم وارجع وارجع بتلقى أهداف كثير سجلها رائعة ولها لحظات مفصلية يعني كثير من اللعبين ترى يغيبون في القمم هذه في اللحظات اللي يكون فيها اللي ما تشيرك رجولك فيها الملاحم كثير يغيبون بس سالم دائما ما يظهر فيها ويكون هو تأثير كأس العالم الأندية في مناسبتين وثلاث كأس العالم الممتخبات المرتين كلها سجل فيها النهاية كأس آسيا المرتين كلها سجل فيها ولكن اللعب ما تأسه وما بدأ كرة القدم من أكاديمية وطلع صد ما بدأ ما بدأ طلع حالة طلعه لين يوصل لهذه المرحلة من النجاح الرياضي وترى هذا يعطيك دلالة على أنترى مو شرط أن اللعب يتأسس في أكاديميات وآياكس وإندهوفن ويلا تك 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 لا مو شرط يعني صراحة ترى جاي من من خاولون يتمرن عشان يروح التمرين ساعتين في الباص عشان يرجع من التمرين أي تعب ممكن يعني هذا اللاعب يقص عليه زي يعيش زي يعيش طول عمره في آياكس وتدريبات وشوف تأثير ذا وشوف تأثير ذا شوف أبو عالي أنا أعتقد أنه أكبر نجاح لسالم الدوسري فعليا أن النجاح أن يخلق النموذج جديد للعب السعودي اللاعب السعودي اللي عنده استمرارية عالية جدا عنده حضور في كل الأحداث الكبرى كاس العالم كاس العالم الأندية دوري بطال آسيا تقريبا ما في لحظة تاريخية في كرة القدم السعودية خلال السنوات الماضية الغالب أن حتلاقي سالم الدوسري جزء منها ممكن لاعبين سابقين من الأجيال السابقة الواحد يصبح متعلق بلحظة معينة ذاك الهدف ذاك المباراة العظيمة اللي أنا لعبتها ذاك البطولة اللي أنا فزت فيها سالم فعليا مسيرتها كلها عبارة عن لحظات أيقونية وخالدة وأعتقد الموضوع هذا يعني ما جاء بالسهل جزء كبير منه بسبب أنه سالم لاعب عنده التزام عالي أنت قلت نقطة مهمة جدا أبو عالي أنه الجيل القديم من اللاعبين ما كان عندهم ذاك الالتزام الكبير جدا على مستوى الجانب البيدني وعلى مستوى الاستمرارية الجيل كمان اللي طلع مع سالم اللي سالم هو واحد منه بأمانة معظمهم ما كان مميز في هذا الجانب لو تحاول تتذكر المرحلة اللي طلع فيها سالم طلع مع نواف العابد عبدالعيز الدوسري أحمد الفريدي ولا واحد منهم عمل نصف المسيرة اللي عملها سالم والسبب أنه الرجل عنده استمرارية عالية سببها أنه حياته منضبطة أعتقد أنه أكثر لاعب سعودي عنده لايف ستايل صحي شفناه يمكن فيه السنوات الماضية صح في أسماء أخرى يمكن كان أبرزهم على وقته وسامه وساوي بس تتكلم عن لاعب نجم عن لاعب له حضور طاغي في كل المناسبات الكبرى اللاعب عادة أبو عالي اللاعب الفنان الحريف المهاري ترى يكون أقل انضباطية من اللاعبين الآخرين عشان كده نقولك أنه سالم خلق نموذج مختلف وأعتقد السبب أن الرجل مركز بشكل كبير جدا على كرة القدم يعني زيدان لما حب أنه يمدح توني كروس لما كان زيدان يدرب توني كروس ما قال عنه أنه باصاتة عظيمة ولا رأيته للملعب خارقة قال الرجل هذا فيه نقطة رائعة جدا تشبهني أنا لما كنت لعب كرة أن حياتي كان فيها كرة القدم العائلة بس فعليا تشعر أن سالم حياته فيها كرة القدم العائلة فقط يعني ما يعني ترى أن اللاعبين الآخرين ما عندهم عوائل أوكي فيه نماذج من اللاعبين ممكن ما تزوجه فيه عمر مبكر وممكن بعض منهم وصل إلى نهاية مسيرته وهو ما تزوج ما عنده حياة عائلية مستقرة دائما ما يقاس النموذج على مسي أنه كيف يمكن الحياة العائلية المستقرة أن تأثر على اللاعب بس أنا أعتقد أن التأثير اللي عند سالم أنك دائما في كل مقابلات وحتى لما كان في الكلمة اللي ألقاها شكرا لما أخذ الجائزة تشعر أن العائلة تأثير عليه الفكرة ما هي بس أنه أنت عندك عائلة الفكرة أن هل عائلتك قادر أن تأثر عليك بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي تحتويك نفسيا بعد المباريات لما تمر بفترة الضغط يكون عندك صابة تحاول تتشافى منها كيف تأثر عليك نفسيا كيف تركز داخل الملعب وش تسوي برا النادي في البيت أو في حياتك بشكل عام إلينا اليوم الثاني اللي تروح تتمرن فيه أعتقد أن سالم أنا بالنسبة لي أهم من الجوائز اللي فاز فيها وأهم من البطولات اللي أحرزها أكبر نجاح لسالم أنه خلق نموذج وورى الجيل القادم من اللاعبين إنك إذا أنت انضبط والتزمت وتمرنت بشكل جيد وتغذيت بشكل جيد وحافظت على نفسك وركزت في كرة القدم ترى ممكن توصل اللي أنا وصلت لو ممكن تروح للنجاح أبعد كلنا وإحنا نتابع سالم الدوسري يعني تتولد عندنا فكرة الرجل هذا لو طلع بدري كان سوى شيء عظيم جداً في أوروبا الجيل اللي بيجي بعد سالم سوى زي ما سوى سالم وإذا وتيحتك الفرصة أنك تروح برى أوروبا ترى وارد جداً أنك تكون محمد صلح ثاني أنك تكون رياض محرس ثاني لأنه هذا الشيء اللي يظل اللاعب السعودي طوال ما سيرته يفتقده الالتزام الاهتمام بالجانب البدني وأعتقد أن في جانب عند سالم ما يعطى حقاً من الثناء والتقدير أن رجل يسمع من المدربي سالم في تطور كبير جداً في فهمة للعبة في التحرك في تأثيره كلاعب جنح معناه دلال في قراراته هذا رجل يسمع المدربي وهذا رجل يتمرن تمارين انفرادية أو خلينا نقول تمارين تطويرية إلى جانب التمارين اللي يأخذها مع بقية اللاعبين فأعتقد أن نجاح السالم من النجاحات الصراحة اللي تضاف له اليوم لو تأخذ الأندي الأربعة الكبيرة اللي فيها صفوة اللاعبين الموجودين في الدوري الهلال الأهلي النصر الاتحاد السعودي الوحيد اللي يلعب في الثلث الهجومي كأساسي وقطعه وركيزة أساسية في الفريق لا يومس وسالم الدوسري تروح للأهلي تكلم عن محرز مكسيمان فرمينيو خلفهم قابري فيغا تروح للنصر كريستيانو تالسكا ماني خلفهم أتافيو الاتحاد بن زيمة حمد الله رومارينيو كورنادو ممكن في بعض الفترات يلعب فراس ممكن في بعض الفترات يلعب عبد الرحمن غريب بس ما فيه واحد أساسي ولا يمكن المساس به ويعامل معاملة ذا النجوم وينظر له حتى من النجوم على أنه واحد في مستواهم إلا سالم الدوسري الموضوع هذا ما جاء كذا هو عنده عنده جانب اللي هو عارسل دائم يقولون عنها الإنجليز اللي هي الهبة الإلهية اللي هي الموهبة كل المحبة اللي قاعد يتلقاها والنجاحات والثناء اللي هو قاعد يتلقاها يستاهل أنه تعب كثير عشان يكون في هالمكامل أدح المبدعين يا أبو علي أنا أموت فيه ليش؟ لأنه يخلق لي نماذج مبدعين يعني يحفز الأجيال اللاحقة أنه ورد تصير مبدع لما نتكلم عن سالم والالتزام العائل اللي غير كثير من حياته ترى ميسي أنت قلت النموذج الأول أنتولي الله صديقته بعيد عن الضغوط بعيد عن كل شي شفت كل الأشياء سواء سالم اللحظات الصور تجيكم تتشوف هدف هنا لحظة هنا مهارة هنا بطولة هنا ترى كلها ما تساوي شي أبداً في نظرة سالم في اللحظة أو المرأة التالية يعني لو أثرت عليه هذه اللحظة ما رأي يكون ناجح في اللحظة التي تليها وماذا أنت إذا خلقت نموذج أبو عالية ترى ممكن تطلع جيل أفضل يعني يتأثر بك زيدان أبو إنزو دايش مسمي ولوده الكبير إنزو على إنزو فرانشيس كولي اللاعب الأوركوياني اللي كان يلعب في ريفر بليت دائم يتكلم عنه زيدان يقول هذا كان أيقونتي وأنا صغير كبرت وأنا يعني ألعب كرة قدم وأنا شوفه هو المثل طلع زيدان من هو إنزو فرانشيس كولي أمام زيدان يعني خلق نموذج ترى مسألة جداً مهمة أنك أنت تخلق نموذج يعني ميدو وذيك الأيام خلق نموذج وكل الجيل المصري الشباب المصري اللي جاء وبعده جاء صراح راحل شيء أبعد من اللي سواه ميدو فهذا اللي حين نتأمل أن سالم يخلق نموذج الجيل قادم من اللاعبين بإذن الله تعالي يروحوا لأشياء أبعد من اللاعبين ميسي كان يشوفه يمار هو إيقونته أو الإسم الخارج بالنسبة له على العموم الفوز بالكرة أو أفضل لاعب في آسيا أو أفضل لاعب في آسيا خلني أقول لك ما هي جائزة تعني السالم الدوسري شيء كثير بقدمه شيء معنوي شيء يذكر الناس أو يقول بعد سنوات لما يقول من فوز بالكرة أفضل لاعب في آسيا اسم سالم موجود تذكره الأجيال اللاحقة لأنه ممكن ما يشبهون منذ المقاطس يوم هي السلام الدوسري بس الشيء الأهم والشيء الأكبر والشيء المطلوب من سالم الآن بعد كل ما مضى كاساسية في قطر الأيقونية والرمزية إذا تريد أن تكتمل وتصبح رمز في تاريخ كرة قدم الرياضة السعودية الكرز التي تخطع على بالضبط كاساسية كاساسية ثمان مباريات كل الأمل في المدخل على سالم سالم رح يعيش من الآن يعني انبلغ سالم من الآن كتلك رح تعيش تحت ضغط في هذه البطولة لأننا ما نشوف إلا أنت لاعب قادر تأخذنا لهذه البطولة وهذه البطولة يعني طابت عننا إحنا ممكن جيل ما شفناها إحنا ما شفنا البطولة يعني يعني أنا لاحق الكبار يمكن الحقوة عليها والصغار يمكن ما الحقوة عليها فكاساسية هذه تعني الكثير بالنسبة لنا طولت كثير كم بغياء هل ضروري أن يفوز بكاساسية لشي نصير أسطورة أعتقد نعم ما أتن قلت رمع أنت أصطير بعد 66 نعم ما أصطير أنا أقول لا لكن تخيل أنت تحكي عن رمز كبير مثل سالم الدوسري لم يحقق آسيا كاساسية من المتخب حس أن مربوط بعمل جماعية أبو نوف أوكي بس إذا دائما الأعمال الجماعية يكون فيها فرد فارق زي ما سووا ميسي في كاس العالم الأخيرة لازم سالم يركز على هذا الهدف إيه تنسي يا أبو أنا أنا ضد هذا المنطق أجل بها طريقة أجل بهذه الطريقة كل اللعب يموتسوين لازم فيه لعب يفرق لازم أنت تصنع الفارق تعطيني قيمة المضافة عند باقي كلهم المتخبات كوريا عندها أمل كبير في سون حنا عندنا أمل كبير في سالم اليابان عندها أمل كبير في ميتومة الحل الفردي قد يخلص لكم مبرانا لا شيء فسالم عنه ضغط كبير والبطولة أنا ما أعتقد أنه سالم بعقلية والنجازات حقاقة ما أحطى هدف رئيسي بالنسبة لهذا الموسم أنا سالم شخصيته والشي اللي شفناه من السنة الماضية أنا متأكد مئة في المئة أنه أحد أهدافه الرئيسية السنة هذه أن يفوز بهذه البطولة أنه يعرف قيمتها الحقيقية بالنسبة لكل السعوديين وشي الوحيد اللي باقي لها على مستوى لعندي نقلتك الكمال الكمال الكرزي اللي فوق كأساسية وياها يحبة كرزي راح تكون بالنسبة لسالم شيء قد يبدأ في مقارنة وفي أساطير الكرة السعودية كلهم وقد يصبح عند البعض لو جابها لو جابها وكالة تأثير كبير جدا فيها أنا أقول لك سيتم النظرة على أن أفضل لعب أن جابتك بالضبط عشان أنا أقول كذا سالم بنجاحاته وقاعد يصنع له تحديات مرحلة بعد مرحلة تحدي القادم الحقيقي والفوز بك يعني ما نصنف سالم من ضمن أفضل ثلاث لعب في تلك كرزي السعودية لو ما جاب البطولة مثل هذه هل أن القدم يلبس الأشياء قناسها هل أننا نحب نشوف الشياء أوه قديم خلاص حلوما نمس لاعب شفنا كل لحظاته كل مباراة لك كل دقيقة كل أخطار كل نجاحاته لا ذاك أفضل منه هما شاف ذاك بس إنه قال ذاك أفضل يعني خليني يضرب لكم مثال يعني يسته لما لما حقق خطف أسبانيا كأس العالم كل ملعب يلعب في برشلونة لما يطلع يعني يسته يتم التصفيق له بحرارة يعني سالم الدوس اللي على اللحظات الكبيرة يسواه للمنتخب السعودي حتى لو فاز كأساسيا وكان المؤثر مسجل هدف ما رح يحظى بهذا الشي ما أدري بس أحس كده هل تشك في قيمة ميسي؟ لا أبدا سنوات يعير في كأس العالم حتى فاز فيها سالم نفس الشي إذا ما فاز في كأساسيا الناس رح تكلم عن هذا الشي مستقبل ما ذلك حققها ميسي مع أسوأ أسوأك سكوات بس مهو منظوه أسوأ سكوات صحيح ممكن حتى سالم نفس الشي يكون محظوظ في فريق إلى الآن المنتخب ما هو مطمن لكن ممكن يكون هو العلامة الفارقة سالم هو ليأخذك للبطولة اللي إن شاء الله نقول أنها تنتهي بفرحة متضرة بإذن الله على طريق الأيقونات عند الأيقونات في الدول السعودي جهاز كل يوم يسجل ويقوضل ويصنع ويسوي كل لحظة جميلة في جمهور النصر وفي الأول بارك على مستوى التسجيل وعلى مستوى الصناعة الأول تسجيل والأول صناعة وأتوقع لولا أن هذا الرجل مرتاح مبسوط وعايش جوه في السعودية ما كان يطلع بهذا التأثير يعني الاستمتاع الجاسي يعيشه زايد أنه مرتاح على مستوى العائلة وقلنا أنه انضبطه عالم جدا مهم للاعب كرة القدم ما كان يشوف تأثير رونالدو بهذا التأثير القوي جدا في النصر حتى حتى كنا نتكلم رونالدو ما يشوث من بعيد إذا كان نصابا لمعاه صار الهداف لا تسجيل ما لا حل ما لا حل من الشيال الجميلة في رونالدو تقريبا في كل مقابلة يطلع يتكلم فيها يتكلم عنه أنه مرتاح وعائلته مرتاحة وأنه تحدي رائع جدا بالنسبة له طبعا علي ساري شخص كان نادي يعتقد أنه سيصبح أفضل بعد كريستيان ورونالدو وصبح أسوأ ولا كلها صاروا أحسن ولا تقدموا في الدور بس كنت تقول أنه بيكون أفضل بدون رونالدو لو كانت تنهاج أعتقد أنه النادي سيصبح أفضل بدون كريستيان وكعال العموم هي مرحلة جديدة لرونالدو وأعتقد أنه الملفت صراحة هذا الموسم في النصر وفي كريستيان وتحديدا أن الرجل تشعر أنه ما يشبع ما يشبع أبدا وهذا يمكن ما يكون وصف جديد على كريستيان ورونالدو لكن تشعر في اللحظات اللي المفروض أن الفريق تبدأ تتسلل لروح سلبي وتحديدا من بعد مباراة أبها اللي الفريق استقبل فيها في نهاية المباراة وكانت النقطتين مزعجة جدا أنه أنت تفقدها عقلية الفريق بعد ذلك كيف أنه يرجع ويحفز نفسه مرة ثانية كانت ملفتة جدا في النصر رقب مرعب أبو آلية آخر 13 مباراة لنصر تعادل في 1.12 يعني 9 انتصارات فيها 9 مباريات بس النصر تأخذها على مدى أطول لا الفريق يعني بعد التعثرين اللي صارت في البداية أمام التعاون والاتفاق انطلاق انطلاقها مرعبة جدا اللي انتعادل في اللحظة مع بها طبعا يعني فاتكلم عن استمرارية وقدرة الفريق على أن يحفز نفسه المهم أنه أنت في المرحلة بتنخلق لك مشاكي غيابات إصابات لاعبين كيف أن أنت تتعامل معها مباراة الأخيرة يعني يغيب عنك تالسكا يغيب عنك سلطان الغنام يغيب عنك علي لاجامي تضطر تغير مركز عبدالله الخيبري تضطر تسوي تغييرات كثيرة جدا في التشكيلة كيف أنك انت تتعامل معها هذا نجاح كبير جدا بالنسبة للنصر والكاستر وتحديدا في المباراة تحديدا أعتقد أنه سوى عدة تغييرات تكتيكية كانت مهمة جدا أنه أوكي الواضح للناس نغير مركز عبدالله الخيبري لكن حتى في التوظيف في وسط الملعب أنك ماني هل يلعب يمين ولا يلعب يسار اختار أن يفتح فيه الملعب ناحية اليمين لأن الظهير اللي وراء ضعيف في الجانب الهجوم اللي هو عبدالله الخيبري وتيلوس اللي بالعادة يتحول إلى قلب دفاع ثالث لا يفتح فيه الملعب ناحية اليسار يضم عبد الرحمن غريب مع أوتافيو تحت كريستيانو ورونالدو والتوظيف الجديد لبروزوفيتش وفوفان الاثنين تقريبا تشعرهم مع نفس الخط كلعيب السلطة سنة 4-4-2 هي أقرب إلى أربعة لا أربعة خلي نقول لأن في الغالب ترى ماني ياخذ أقصى الطرف ويسار كانتيلس ويضم عبد الرحمن غريب مع أوتافيو في عمق الملعب لها عدة تشكيلات داخل الملعب لكن بتلاحظ أنه مثلا الزيادة الهجومية من اللعب الظهير لأي من تختلف شكل كبير على اللعب الظهير لأيسر إن ماني يلعب طول الوقت قريب من الخط غريب لا ممكن يدخل إلى العمق يكون قريب من كريستيانو ورونالدو الحلو في كاسترو إنه قاعد يخلق من نفس العناصر أكثر من تنظيم صحيح يعني أوتافيو بتحس أنه في مباريات ثمانية بتحس أنه في مباريات قريب من كريستيانو في مباريات بتلاحظ أنه خط الضغط الأول في مباريات تلاحظ أنه لا يتراجع إلى منتصف الملعب واضح أن المدرب عنده جهاز مساعد قاعد يقرأ كل منافس وبناء عليه يرسم الشكل اللي يبيدخل فيه كل مباراة وداخل المباراة نفسه عنده لعبة فتاكين على مستوى الحلول الفردية يمكن من الأشياء اللي كانت شوي غريبة بالنسبة لهم يستخدم عبدالله الخيبري كلاعب ظهير يمير واضح أنه ما هو بالمركز المثالي بالنسبة لها قد يكون مضطر لكن فيه كذا ترابط غريب جداً في الكورة بين المحور ومركز الظهير الأيمن يعني عالمياً نتذكر كيمش في لبلام في ريال مدريت في الكستية كان يلعب كلاعب ظهير يمين بعدين صار لعب محور زينتي حتى تشيفه كان يلعب ظهير ويلعب أحياناً لكن تكلم نحية اليمين تحديداً ما تدلع الأيام بداياته كان لعب محور خالد عزيز عيار اليوم في نادي التعاون كثير لعيبة يقدرون يلعبون المركزين المحور وظهير اليمين يكون عنده قدر أن يلعب في المركزين بداية الكفاءة وخلي نقول بشكل متقارب لكن أعتقد أنه ما هو بالمركز صراحي المثال يلعب ظهير الخيبري واضح أن الرجل بس قاعد يسد ثغرة قاعد يسد خانة ما يقدر أنه يبتكر ما يقدر أنه يعطيك حلول مختلفة وهنا تلحظ أن كل مدرب له نظرة يعني العام الماضي قارسيا كان لما يضطر كان يلعب عبدالله العمر يعني موجود عندك خيارات ثانية ممكن تلعب مادو ممكن تلعب فتيل وتلعب عبدالله ظهير يمين بس واضح أنه لا مقترع أنه عبدالله هو سنتر ما ينفع أن يلعب ظهير يمين بينما مع قارسيا كان يلعب ظهير يمين وكان يطلع ويزيد ويعرض ويعمل مساهمات هجومية فكل مدرب له نظرة لكن المهم في النصر في الفترة الحالية أن حتى لو المستوى كان أقل لا بد أنك ما تفرق أكثر من أربع نقاط عن المتصدر اللي هو الهلال بنتظار المواجهة اللي راح تجمعهم في بداية ديسمبر لو زاد الفارق بيحط عليك ضغط بشكل أكبر سيظل النصر معاقب طوال الموسم بسبب ست نقاط اللي فقدها في أول جولتين عشان كذا هامش الخطأ دائما عنده بيكون أقل عشان كذا كنت أقول أنا كارثة بس الناس ما كانت ستوى بوقت أني كاد يقول كارثة النصر يحتاج أنه 12 مبارا بدون خسارة تعادل واحد ولا وصل ست مصدر يعني خسارتين في أول جولتين مصيبة وكارثة بس الناس ما كانت تستشعر قيمة هذه الكلمة لأنها لو دخل فيه كم تعثر كان نهار النصر أو كنا نستبعد النصر عن المناقسة ولكن تشعر من كاسترو قاعد يتعامل مع الغيابات فعلا يعني مو المرة الأولى اللي غيب عنده أو يحدث عنده غيابات كبيرة غاب عنده نواف العقيدة غاب عنده بروزوفيتش في لحظات غاب عنده التلسكة في كثير من اللحظات من فريق بايد ماشي كويس رايح في نسق تصاعدي شرايك يا شكل النصر بجعل سيشوفه الآن هو شكل النصر وصفه كاسترو في المتر الصحفي مع اتفاق لما سألت هنا قلت له كيف شايف النصر أنتم وين راحين اليوم في المباراة بعد الطرد شفنا لكها تساعد اللعبين الأساسين في التوجيه شفناك أنت توقف كثير على الخط المساعدين شفنا مترجم كمان كان يوقف على الخط كثير النصر إيش قال لي بكل اختصار حنا أصبحنا عائلة أصبحنا عائلة أصبحنا فريق أكثر من السنوات الماضية تقاربنا أكثر وهذا الشيء يعني بالنسبة لكاسترو واضح من المباراة الأولى أنه جاء يرتب ومع الترتيب الفريق راح يطلع وهذا الشيء واضح المشاكل لبداية الموسم ما هي موجودة الحين وفي بعضها موجود لكن ما يحتاج وقت مثلا موضوع التسرع في استعواذ بالكورة والتمرير واضح الفريق يأخذ التسرع أكثر من السرعة موضوع الكرات الطويلة في الضخر الدفاع موضوع أيضا فالفريق نفسه يحتاج وقت في تطوير هذه الأشياء لكن الصراحة بندر الأمتع من النصر في الملعب مؤتمرات كاستر الصحفية أنا ما شفت ما تنقل كاملها طبعا ما تنقل كاملها لأنه طويلة هي شوط ثالث في المباراة تكلم عن 30 دقيقة 25 دقيقة مؤتمر صحفي هو المدرب الوحيد اللي يرفض أن ينتهي المؤتمر الصحفي بالوقت المحدد اللي هو ربع ساعة فيجلس في المؤتمر الصحفي مستعد يشرح لك أي شيء وبالعكس يصحح لك بعض الأمور ويحاول يوجهك لبعض الأمور ويشوف بعض الصحفيين الشباب الموجدين يقول أنت شاب لازم تعلم لجانب فلاني تعالي المرة الجاية متعلم فأنا أتكلم عن شخص حتى في المؤتمر الصحفي عنده خلاص عند التقدير فهم المرحلة عارف وشي قاعد يسوي مثل ذول المدربين هم إضافة للدوري صحيح لما جاء ما كان في رضع الاسم الناس كانت تبغى اسم أكبر لكن دائما الاسم الكبير ما هو كل شيء في قرية القدس العمل هو المهم وعمل كاسترو إلى الآن قاعد يمشي صح في انتظار 1 ديسمبر المباراة الأكبر في كرسو توقعتك والله مباراة صعبة صعب توقع فيها مع الضغط الحالي الإصابات ما ديش راح يصير لكن أنا أعتقد أنه الهلال ممكن أقرب للفوز بلوقت الحالي وكتصريح قبل المباراة بكم اليوم كم تريختي ستة 24 يوم غرضناك اللي هو اللي يتحمل طيب شوف أنا شوف ممكن الشيء اللي ممكن يكون العقبة وحجر العثرة اللي ممكن يتأثر عن النصر هو أن النادي الوحيد اللي لعب نفس عدد مباراة الأندية الأخرى اللي اهتراث اللي خلال اتحاد النصر ولكن زايد عنهم بمباراة في كأساسية بحكومة اللعب ملحق وزايد عنهم بنص ساعة زيادة مباراة اتفاق ونص ساعة زيادة اللي هي وقت إضافية مباراة الهلال في النهاية العربية يعني النادي الوحيد اللي هو النص ساعة الزايدة دي كلها لعبها فاقت لاعب يعني لعبها بعشر لاعبين فالضغط اللي رح يعاني منه الفريق المعمور الجولات وزايد أنه يلعب مباراة أو لاعب زياد مباراة وتكلم عن نص ساعة ونص ساعة إضافية فأعتقد أن المعمور الجولات ممكن يكون عامل مؤثر لأن المباراة الوحيدة تفريق كما بالك أنه نص ساعة نص ساعة زائد إذن لذلك تكلم عن الوقت الفعلي الجاس الآن يحط أو الجاس الآن يحسب على الأندية أو على المباراة تكلم عن أفرج سبع دقائق الشو سبع دقائق شط ثاني يعني كل خمسة ست مباراة أنت تعتبر لعب تنباراة إضافية وهذا رقم عال جدا فأعتقد هو التحدي الكبير لم يمكن واجهة كاسترو هو ضغط المباراة في ظل صعوبة المنافسة وبضل خيالات التي تعتبر شوي أقل على الدكة من الأندية الأخرى صلنا ختاب صلنا ختاب ما شفت ريقلي يا نواف لا بد من بها رفع رتم شوي بس خلاص تصريحة الهلال بيفوز قبل 24 يوم من المباراة ما رح ننسى 16 محتفظ لا أعتقد أن نتحدث عن الهلال في هذا الكلام شكرا لكم وشكرا لمحمد الفوزان في إعداد وإنتاج هذه الحلقة عبد الرحمن عبود في التصوير وفي الإضاءة ياسر كدشة يوسف إبراهيم في التسجيل والهندسة الصوتية وفي التحرير مرامض بيبان وفي التلوين عبد المجيد على عطاس وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر وفي الإشراف على الإنتاج رزانة دهيد وفي إدارة متو التواصل الاجتماعي أحمد راد هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزي إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة في أماننا